كلام بيجد شد وجزد خد وهات وهات ويخد بص شوت عد فوت لأ ملعوبة حيلو عمو بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة يا سيدي انت دح واللي قال لك أخ ايه اللي شغلك بيه أستاذ ابراهيم أهلا بيك يا رشمهندس أهلا بيك يا عزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة الحلقة التي تحمل الرقم 783 بدئها بداية سخنة أدعا ما لا تفرج يا أستاذ ابراهيم زي ما يكون أنت قاعد مكتر ما الموضوع زاد طول النهار فيه ناس تلعى أصل الأهلي وحش أصل الأهلي عمل طيما تقول لنا الأهلي مش عارف إيه فين مش عارف إيه فين إيه هو أنا لما تقعد أنت تتكلم عليها كل يوم لأنك أنت الملاك الطاهر أنت الجميل أنت الصحل أنت الضغري ماشي أنت شاف نفسك كده أما لن أعمل لك مشاكل في إيه بقى لما أنت دحها وأنا كوخك خلاص لكن كترة الكلام في الموضوع ده بيجيب نتيجة عكسية وبيخلي الناس بتسهل هو في إيه في حاجات كتيرة جداً هذه أبرز عنوينها مقالي ومقاله فقط نعرف السبب الغربال طيب وإنت أخبرك إيه بعض مثل لسانه انتبه أنت في الأهلي والشموع الحمراء عن أحمد فؤاد أنور باشا لكن أسرار الملك عن المهندس ومجلتنا اليوم ومن أربعين سنة دي الحلقة سبعمية واحدة وثمانين انت بدأتها بالكخة والدحة بالبساطة جداً أنا بساطة عشان تبقى كل الناس يفهمها في بيوتنا يعني طب يا سيدي أنت طول نهار بتنتقس مني آه طب وانا خلاص لما أنا وحش كده بتقل تعبك ليه؟ مثلاً يعني خليك بقى أنت جميل الحلو اللي بتقدم نفسك في أحسن صورة سيبك مني بقى من ناحية تانية أنت ملمس في حاجة هنا كويسة في المقالي ومقاله حاجة واحدة بس؟ واسي لسه ما أنا شعر هتتبقى في حاجة تانية طيب عشان نجي لها لكن خلينا الأول نقول لكم النهاردة النادي الأهلي أعلى رسمياً عن الصفقة الثالثة لتدعيم الفريق بضم لعب وسط سيراميكا مصطفى سعد تم التوقيع العقد معاه وإعلان انضمامه للأهلي لمدة خمس مواسم قادمة إن شاء الله مصطفى موهبة وعدة جداً لعب في المنتخب الأولومبي ومن العناصر المبشرة بص هو بإذن الله يعني يبقى إضافة قوية وأنا ما بسبقش الأحداث عمري مع أي حد مهما كان حجمه أي أنتظر أشوف أي لكن أنا بس عايز لفت نظر حاجة أساسي فرهيب الدور المصري ده وإحنا مسميينه الدور المصري ليه ده فيه بيكم وفيه ميسي وفيه نمار وفيه ندفد وفيه وفيه أوباما لا أوباما لا ده فيه ده تضحن فيه خمسة ميسي والأرجنطين الغالبان عنده واحد بس الحقيقة أنا شايف ربما ربما ده متصور المدارد بتاع الناشئين أو زميله أن دي يعني من باب الفكاهة الداعمة وأنا بقول أن دي أحيانا بتبقى عبق على اللعيب لأن أنت لما تقعد تقول لي مارادونة وبليه وميسي خلاص اديت للناس توقعات أنه حيشوف أداء استثنائي بعد شواء كمان من اللعيب من صغره بيحس أنه متميز بيفقد هذا التميز عندما يحتك بالواقع بالفريق الأول بقى وتتساوى الرؤوس ويبتدي الناس تشوف عيوبك مش من ذاتك ما طول ما أنت ناشئ ياختي يا حلاوة وياختي جمالك ناشئ جاء ناشئ النهاردة ابني تكلم النهاردة ابني ميشي النهاردة لحد ما يبتدي يكبر وتقول له الله أنت نازل دلوقتي بتعمل ايه ايه اللي مقافك في الشارع ما تمشيش مع الولد دا تبتدي المسؤوليات تبقى اي وانت بقى مش متعاود عمال الناس بتطبطب عليك وتطلق عليك الأوقاب تبتدي تخش في دائرة التقييم ممكن تعملك مشكلة إذا كنت صلم جدا وقوي جدا بعدين أنا عايز كل واحد يعتزب نفسه اي يعني لو لم يعتز الكابتن خطيب ما كانش بقى بيبه اي صحيح لو لم يعتز الكابتن ابو تريكا ما كانش في درابو تريكا صحيح والناس تقول لك بقى مع شوق كذا كابتن بركات كن أنت كن أنت كن أنت كابتن حسن الشحات كان بقى لهم أسامي تانية كلهم اه كان ممكن دجارين شاو دابي ليه بتاعهم خلصت قيمتهم عند هذا الحد اي ان هم يتشبهوا بناس تانية لكن لما يبقوا هم القيمة مش أحلى لا لا القيمة بقى اللي ناس تتسمى بس فمصطفى سعد هو الصفقة الثالثة بعد شادي حسين مهاجم سيراميكا وأيضا قبليهم كان سافيو البرازيلي الصفقة الكبيرة اللي دعمت خطوط الآلي واللي بدأ بيهم ميستر مارسي الكولر داب برونو سافيو اللعب البرازيلي بعد التوقيع للآله مع كابتن أمير توفيق ودخل رسميا في تشكيل وشادي حسين والنهاردة شادي حسين مهاجم المنتخب الأول حاليا مع فيتوريا والنهاردة تم توقيع عقد مصطفى سعد لعب المنتخب الأولمبي النهاردة الفريق وصل تدريباته في ملعب مختارة تيتش الكابت الميستر كولر مطبق نظام اليوم الكامل اللعبة من الساعة الثمانية الصبح لغاية الثمانية بالليل وده عوضا عن المعسكر الخارجي اللي تم تأجيله لحين إجرائه في نوفمبر ربال يعني الناس بقت تشغل في التفاصيل الأول المعسكر وبط ليه ونحاسب مين ومين المسؤولة أنا بعمل حاجة يتمرن هنا يتمرن هنا يتمرن هنا ما نفعش تمرن هنا ما تكبروش الأمور سيبوا الإدارة للإدارة اي إحنا بقين أوصياء على التفاصيل اللي عملية بقت صعبة شهر العسل وكأنه انتهى يعني الدعم 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 أول ما الجهاز الفني يبتدى والصفقات يبتدى يعلن عنها هي دي الصفقات حنبتدي بقى طيب منتوا يا جماعة بالطريقة دي ما فيش حاجة هتعجبنا لأن الناس ليه قراء كتيرة وما حدش قالك إن خلصنا على كده وحتى لو خلصنا على كده يبقى هو الراجل شايف إن الناس اللي معاه دي هو أنت مش راجع لك إصابات كنت طب تقدى السنة اللي فاتت تقيلة جدا راجع لك كهرباء كهرباء و أكرم وعمار وأكرم والله أربعة قال جدا يعني دول ما كانش على قوتك السنة اللي فات مع الناس إحنا مش بنغير الفرقة لإنه كان إحنا حنبتدي السادة إنه كان فيه نهيار وفيه كم ولد من التحت ما شاء الله يعني خلينا نمشي فيه السياق الطبيعي يعني إنت عايس قايم الوضع أنا 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 أقول لك يعني إنت كنت علقان على المدرب طب قايم المدرب إزاي أنا لا معه إن أنا وبالغ إحنا بقت مشكلتنا الأفوار ينبالغ لدرجة إن إحنا نحط الناس في مكانة نبتدي أرض الواقع أمني نقيمه ما نلاهاش أو نهول لدرجة نفقد الناس الثقة طب ولكن أنا الحقيقة موضوع المدرب ده طب قيمه أنا أزال وسألتني يسألني طب يلا قيمه لا أنا حقيم الظرف مش حقيمه أنا من الذين يؤمنون بالأخذ بالأسباب أنا ابني داخل على شهادة أو سنوية عامة يا ابني زاكر يا ابني إيه ده محمد صغر بسرعة أو صغر رجعته مدرسة تاني عشان أقول المسل ده الخايد زاكر طب بيه زاكر والراجل مجتهد وكل حاجة أخذ بالأسباب جه يوم الامتحان ارتبك عي لسبب الأسباب توطر ملوموش لأنه أخذ بالأسباب وعارف إن هذا ليس مستوى المهم إنه لما يخش الجامعة أي جامعة بقى بيطلع بقى هو المعيد لأن ده مستوى وحصلت كذير جدا أنا الدكتور طارق أخويا كان جاب حاجة وستين في المية واللي حاجة وسبعين في المية لما دخل كلية الزراعة طلع بامتياز في جميع العلوم وتعين معيد وبقى في يوم ما عميد الكلية العبرة بالخواتيم والقدرات الكامنة عندي وأنا الظرف اللي فيه عدم نجاح ده يكون السسناء طارق مش العكس إحنا خدنا بالأسباب إنت عايزي من المدرب سيفي موجود وسيفي موجود بالشكل المناسب أستاذ إبراهيم لو أنا جبت سيفي قوي جدا ولذلك الناس اللي كانت فاهمة خدمتنا لأن الناس كانت عمالة تحدي في سيفيات مرعبة الناس دي اللي وجعت عندنا تشتغل إزاي ما هو هو سيفيات قوية اشتغلت في مناخ شكله إيه مش حيلاقيه هنا لكن لازم يبقى عنده خبرات موجودة الخبرات عنده شخصية واضح إنه الراجل نفسه هادي لكن مش سهل مش سهل إزاي لما تيجي تشوف أنا النهاردة أنا بعمل فطرة أعداد من إمتى وإحنا بنقول يا رب نعمل صباحي ومسائي عشان الناس تعيش تركيز وتعيش جدية وتتضبط وفي نفس الوقت تاخد الجرعات اللازمة وتصحى بدري عشان تروح نواديها طيب ابتدى بقياسات الله دراجل ده شعب يشتغل بالإسلوب الصح والعلمي عشان يدرس بدري بدري أسباب الإصابات ويحاول يتوقع على قدر ما يستطيع في إصابات زي صليب الحاجات مش هتقدر يعني دي قدر بس عضليا تتنبأ بي أه بحاجة اللي فيها الإرهاق بزي ما شايف حالة العضل اللي رايح فين الراجل يعني من المشهد العام أخدنا بالأسباب وجبنا المناسب اللي يعني لهو ما عندهوش خبرات هتقول لي سوارش هقولك سوارش ممكن كان يكون مدربا وعدا ولكن الخبرات وال المسؤوليات والمتطلبات اللي جاية هل كان يقدر يديها ربما من خلال التعامل الناس كانت شايفة أنه لسه شوي راجل كويس كل حاجة وما ندرش قيمه على التجربة اللي فاتت لكنه قيمه على الاهداف اللي أنا هتطال من من الاحتكاك حيقدر يشيل الضغط ده ولا لأ الراجل ده أنا قلتلك إجاباته في المؤتمر عجبتني لأنهم ما قطعش بأي شيء اللي عيبة دوني فرصة شوي النواقص هقولي إزاي النواقص اللي عندي وأنا لسه ما عرفش القدرات اللي عندي إجابات من هذا النوع أوعدكم إن أنا هحاول أسعدكم هو ده الإجابة اللي يقولها أي محترف سأسعى إلى إسعدكم هعمل العلاية كله إذن كمان في حاجة إجابية في هذا الجهاز أستاذ إبراهيم إنه مش جاييني من فوق ومنخيره فوق كل جايز يقول لك أنا لأ أنا اللي حط والمساعدين ولا إحنا قلنا له إحنا محتاجين فلان وفلان ولدينا أسبابنا ودينا تسجحك أكتر الراجل قبل أي فإنت تتوسم إن اللي حبق فيها تعاون مفيش ناس جاية تعمل سبوبة أو تتمرجع على حد فيعني أخذنا بالأثبات نتمنى النجاح اللي بقوله على الجهاز الفني بقوله على الصفقات الجديدة ومن ضمن الصفقات الجديدة عودة الرباع اللي إحنا بنقول عليه اللي ما كانش موجود معنا السنة اللي فات ضيف إليهم بعض العناصر الشابة ودي برضو مش عايزين نقول إن إحنا جايبينها عشان يعني تعمل أب جريد أو تزود لا إنها تكتسب الخبرات إنها تبقى الخط الاستراتيجي اللي أقوله عندي ناس قوية مخزونة آه مخزونة عشان لما أجي أبتدي أعمل الروتيشن اللي لازم يحصل واللي كان أحد العيوب في فترة موسيماني أنهك الفريق لازم يحصل لأن كل الناس أولاً بتفيد النج يحس إنه مش لوحده بتفيد الراجل الكويس إنه ياخد فرصه يحس إنه جياله ما يجي لهش أحباط يبقى دائماً جاهز بتريح الكوتش في أهدافه التكتيكات إذن أخذنا بالأسباب النجاح من عند الله سبحانه وتعالى لكن في النهاية أستاذ إبراهيم في الآخر خالص آه الناس هتقولك النتيجة والأداء بس هي النتيجة والنتيجة والنتيجة ده كلام مهم جداً على فكرة الكولر اختار إنه يلعب ثلاث ماتشات ودية في فترة الإعداد الأولى هتكون قدام بتروجيت يوم واحد وعشرين الحال إن شاء الله والتاني يوم خمسة وعشرين والتالت يوم تسعة وعشرين وده قبل المباراة الأولى لأهل في دوري الأبطال اللي حتبقى بإذن الله تسعة أكتوبر خارج مصر مع اتحاد المنستيري التونسي أو الجيش الرواندي مين اللي حيتأهل فيهم فريق الرواندي كسب في ملعبه واحد سفر العودة هتكون في المنستير الفائز هيلعب الأهلي المباراة الأولى هتكون بره تسعة أكتوبر والعودة بعدها على طول ده معناها إن برضو الفريق الرواندي مش سهل فائز في ملعبه واحد والتحاد المنستير فريق قوي بره موقع ما لما تقول قوي وتستطيع عندما تقول دهش إنها رواندا ده في رأة تقدر تكسب في ملعبه في كل الأحوال الأهلي بيستعدوا وبمناسبة أفريقيا النهاردة الساعة 12 مساء آخر معاد لغلق القيد في القوائم الأفريقية مش كانوا بقولوا حمدوه لا ما تمش المد وبالتالي بقت كل الأندية المشاركة أفريقيا عليها إن هي بتسلم قوائمها محليا القائمة عشان تعتمدها ده القائمة الأولية؟ ده القيد الأول آخر طيب عندنا فرص ده القيد الأول محليا عندك فرص لكن أفريقيا أنت بتسلم وعندك فرصة أن أنت تشيل وتحط بغرامة لغاية مدة معينة وبعد كده ليك تسيب أصد أفريقيا لسه فيه لما تجيب صفقة وتستحق أنك تدفع لها الغرامة أعمل كده تعمل ده ومعاك لغاية القيد التاني في أكتوبر أو في يناير إن شاء الله ده ما يتعلق بكل ترتيبات الفريق محمد شريف ومحمد مجد أفشا بيشاركوا في تدريبات تأهيلية خلاص قدام منهم أسبوع وإن شاء الله يخشوا مع الفرقة في فحوصات طبية شاملة اتعاملت بعد القياسات البدنية وكابتن سالعب حفيز بيأكد أن كولر هو المسؤول عن تحديد بقية الصفقات الجديدة ابتداء من صفقة مصطفى سعد اللي قبل كده كان الأهلي أبرامهم لكن بعد كده كان الخواجة هو اللي بوافع على كل حاجة صافيو بقى اللاعب الجديد البرازيلي في موقع الرسمي للنادي قال لك أنا اخترت النادي الأعظم في أفريقيا هدف المشاركة مع الأهلي في منديال الأندية واتكلم أنه كان متابع الأهلي ومتزكي المباراة الأهلي مع بالمراس وبيقول معرفتي بالأهلي واللي عاملوا الأهلي في بطولة العالم للأندية خلتني بمجرد مجان العرض رحبتي جدا ومن المفاوضات ما أخدت شوقت كتير برغم أنه بيقول أنه أنا كنت في بوليفيا مبسوط جدا وكانت الحقيقة جمهور بوليفار البوليفي بمرتبط جدا بي وإدارة النادي البوليفي كانت بتلبي لنا كل حاجة وكنت واخد البطولة المحلية ووصلين لدور المجموعات في البطولة القرية لكن على حد وصفه فرصة الأهلي فرصة عظيمة بقول أنه أنا لما جاني للعرض من النادي الأهلي قريت عن النادي الأهلي أكتر وشفت مباراة أكتر فبقيت مجدود أكتر وعند الشغف أنه أنا أخد هذه التجربة نوعا عندنا الشغف أنه نحن نشوف نتيجة هذا الشغف في الملعب طيب برضو هذا الأسبوع توهج بنات الأهلي دينا مشرف في تينس الطاولة وهنا جودة زميلتها الاتنين عملوا إنجاز قياسي وغير مسبوق دينا مشرف أول امرأة أفريقية وعربية ومصرية في تينس الطاولة تصل للترتيب 21 عالميا بعد ما اتقفزت 29 مركز في التصنيف العالمي مرة واحدة وفازت بزهبية فردي بطولة أفريقيا بعد ما سامت أيضا بالفوز بطولة الفرق والزوجي دينا مشرف كانت تخطط زميلتها هانا جودة الصاعدة اللي عملت هي رخرة برضو إنجاز قياسي كبير في التصنيف العالمي بقت الأولى عالميا لمرحلة تحت 19 سنة 19 و17 و15 فحفظت على صدارة التصنيف في النشئين حتى الآن بعد ما كانت ساهمت مع زميلها محمد البيلي في الفوز بزهبية زوج المختلط بطولة أفريقيا ده إنجاز كبير لتينس الطاولة الأهلوية وانت واحد من عتاد أسر تينس الطاولة ببقى سعيد جدا لما أشوف الحصاد ده لأن يعني تينس الطاولة من اللعبة اللي تبنت بهدوء وبسبات وأخذت بالأسباب أهم الأسباب إن الملاعب يعني أنا يوم ما مسكت الفرقة ما كانش فيه ملعب كان الملعب في المدرج وتهدت عشان يعمله قوض لفس قعدت سنتين بالفرقة نتمرن في شباب الجزيرة وفي نادي الجزيرة وفي كل ما عندنش ملعب فمعظم اللعبة مش لحد ما خدت صالة راتب وحكيت لك القصة الطريفة بتاعتها بالعمل المجنون اللي أنا عملته واللي وفات بيها الأيام تاني مش عارف حاجره أعمله ولا لا إن أنا كسر البلاط واجيب المقاول وقوله كسر البلاط عشان نعرف نحولها قوضة تينس طاولة وكان ممكن أترفت فيها لكن وعي والإدارة وحكمتها وفريق مرتجي وكمال حافظ يعني فهموا إن خلاص كسرت الصالة تعالى بقى نبلطها بسرعة عشان إلي هنعمل البطولة ومن صالة راتب تفرعنا لحد ما عملنا أعظم قاعات تينس طاولة يمكن في الشرق الأوسط اللي هي تحت مدرجات حمام السباح في مدينة ناصر في مساحة تتجاوز ألاف الأمطار عملت لين الجيل المرعب ده بقى لأن المثل بيقول لك أستاذ إبراهيم بذلك في الألعاب الفردية يعني يعطيني ملعبا أعطيك بطلا لأساس الملعب ولذلك أنا موصوط من النادي الأهلي بتوسعه في الصلاة المغطى للجنباد وكاراتيو والمارشل آرت والحاجات دي لأن هي دي يعني بتقول إن أنا حجاز أبطال عالمين وده بتادينا نشوفه في النادي الأهلي وفي المحافل الدولي طيب النادي الأهلي دلوقتي بيعلن عن القائمة الرسمية اللي تم قيدها أفريقيا فيها محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير وحمزة علاء لحرص المرمى فيها أكرم توفيق ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد منم وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيع ومحمود متولي ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمد أشرف لخط الدفاع في رأفة خليل وقاليو ديانج وعمر سولية وحمد فاتحي وحسين الشحات ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وبرس تاو وزياد طارق ومحمد مجد أفشا وسافيو وأحمد عبدالقادر ومحمد فاخري وأحمد نبيل كوكا ومصطفى سعد وميدو نبيل الخط وسط وفي الهجوم محمد شريف وحسام حسن وشادي حسين كده كهرباء بيؤجل قيده في أفريقيا لأنه هيبقى قيد تاني بموجب العقد بتاعه لما خلاص بشكله تنتاوي تيجي الفراجات أنه يلعبوا لكن اللي أنا عايز أقوله بقى سبع أنت بتقوله أنا بعيد سبع ناشئين في الفرقة أي سبع ناشئين كلهم أشبت وجوده آه لأنه أنت عندك مسموح لك بقيدة 40 لعبة أفريقيا هتسجل 33 أصغره طبعا رافة خليل اللي نتمنى أنه يستفيد من الفرصة إن شاء الله زي ما يكون وميدو نبيل الاتنين هما الاتنين 2003 ميدو 2004 آه لا رافة رافة 2004 آه آه يعني كويس جدا حمزة علقة طبعا الحارس المرمى المميز آه والراجل بقى له سنتين مع الفريق فوق مع مصطفى شبير آه آه لا خلاص من ضمن الحاجات الكويسة اللي في الموسم اللي فات إن شاوريت لكني ما عندكش مشكلة في حراس المرمى يعني أنت في حراس المرمى شايف كده إنه كويسين آه وقال له كنت حتبتدي تدفع فلوس كتير عشان تجيب آه حارس يعني آه آه إنما أصحاب الانتصارات الوامية وقال لك خطفناه من الآل فلان وفلان لا ما حصلش آه الآل إيه خلاص استراتيجيته اتغيرت بعد ما اكتشف إنه مش محتاج آه تجيب حارس مر آه آه إنما والله إحنا ما نشغلين جدا إن إحنا الرد على بعض ولا الرد على حد ولا كل واحد واللي يقول لك فين مش عارف إيه قلوا أنت مالك يا سيدي في أجهز الدولة خليك في حالة طيب هنطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام مهم في اللي المهندس عزيزي يقوله أهلا بحضراتكم من جديد لاحظتوا القيمة ولاحظتوا إنه فيه ناس يعني مؤجل قيدها زي عمار حمدي لأنه لسه بيتآهل ولسه مخدش مطشات فبالتالي إنت عندك فرصة سواء في الفترة الحالية لحين اكتمال جهزية أي لعب زي كهرباء أو عمار أو غيره بتسجله حتى حاليا أو قبل قيد يناير إن شاء الله أو إذا كان فيه أي إضافات أو إذا كان إضافات لأن أنت سايب ست أماكن فاضين في القايمة الأفريقية ده كانت الإطلالة الإخبارية السريعة لكن تبقى ضربة البداية المهمة دايما مع مقالي ومقاله فقط نعرف السبب دي كانت خلاصة مذكرة الأهلي الجديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام النادي الأهلي أرسل مذكرة رسمية جديدة إلى الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طلب خلالها بالكشف عن الأسباب الحقيقية لعدم البت في عشرات الشكاوى التي تقدم بها النادي بخصوص تجاوزات رئيس نادي الزمالك وظهوره المستمرة عبر الشاشة لتوجيه السباب والشتائم والاتهامات الباطلة بدون وجه حق للأهلي ومسؤوليه والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وعضاء مجلس الإدارة جدد الأهلي مطالبته للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بضرورة الكشف عن الأسباب وراء عدم اتخاذ موقف تجاه هذه التجاوزات غير اللائقة والاتهامات الباطلة والألفاظ الخارجة والخوض في الأعراض من جانب رئيس الزمالك بحق الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والبعض من مسؤولي النادي خاصة أن الأهلي تقدم في السابق بشكاوى عديدة مدعومة بالمستندات وعلى فترات مختلفة ولم يحدد المجلس الأعلى للإعلام موقفه منها باتخاذ أي إجراءات رادعة حيال تجاوزات المذكور الذي لا يزال يتطول بصفة مستمرة دون حسيب أو رقيب طلب الأهلي في الشكاوى العديدة التي تقدم بها للمجلس بضرور تطبيق مساق الشرف الإعلامي والأكواد الإعلامية على القنوات التلفزيونية ومنع ما يحدث من رئيس الزمالك والذي يخالف كل قيم وتقاليد الشعب المصري يعني حاجة محيرة وبتقودنا إلى نازل بتتكلم كتير الأهلي الأهلي والأهلي المفروض والأهلي مش عارف إيه طب ما هو الأهلي أحني بيلجأ للحاجات المنطقية يعني أنت في أجازة رقبية بيلجأ لها ممكن يقولونه والله حققنا واتضح أن ما فيش حاجة أول تصرف اللي بيتقال ده أنت فيمتو غلط أنت هو في إيه فأنت لما تيجي تتصرف نفس التصرف مش مفروض حد يحاسبك بقى أي يعني أنت هي الفكرة كلها أستاذ إبراهيم أن أنت اللجم يترد عليك فكرة أنه ما لكش حق ما لكش حق حننبه لا وهو فيها إيه أصل التصرف ده يعني لا خروج على الروح الرضية أو لحاجة أنت فاهم غلط لا يعني دي صراحة يعني قولوا أي حاجة تدينا مؤشر أن احنا نعمل إيه في المواقف اللي زي دي إنما لما بيسيبوها كده يعني أنا وداش جدا لكل يوم التانس تقول لك مبادرة للروح الرياضية الروح رياضية إيه الروح الرياضية تبدأ عندما يحصل كل واحد على إجابة على سؤال حقر من حقه أن يسأله ما أنت في حاجات مش من حقك تسأله لما تبضل ماسك نادي تاني عمال بتفتش وراه مش شأنك فيه أجهزة مسؤولة عن هذا الكلام يعني أنا يا سيزة برايم لما عدى كل واحد يقول لك صباح خير يا سيزة عدلي خير إيه وبتعين ما تشوفوا برايمو اللي بيعمله بيسأل خير يا سيزة عدلي بيسأل خير يا سيزة عدلي روح يا بي شوف صاحبك عمل إيه كل ما تجيب سيرتك أو أطلع أتكلم علي ألقيني أتكلم عليكو بهاجمك هل ده في النهاية يقول لك والله لازم تحطوا إيدك في إيد بعض مش هتحصل كده يعني مفيش حاجز مبادرة للروح يا ضي مفيش يعني تقول الناس حبوا بعض هو الحب بالوعظ هو الحب الكلمة الحب مش بالوعظ الحب إن الناس تتصرب بطريقة تخلينا حبها بالضبط يعني وأنا لما اتصرب بطريقة هو بيعملني كويس وأنا عامل وحش للناس تقول لأنا عدلي انت عايزيه تاني ما يفعش أنت كده لا محقوق روح يا راجل بوص رأسه روح يا راجل يقول له متأسف بلاش تبوص رأسه روح يزمه على فن جلقه يعني يبقى فيه خطاب للعدلي اللي بيتجاوز إنما أعمالين مسويين الفعل ورد الفعل المتجاوز والذي والساكت مش الساكت هو مش ساكت هو بيلجأ لقولي الأمر عشان ده التحضر ألجأ للقانون ألجأ للجهات الرقبية ألجأ حتى فيما يتعلق بالنادي الأهلي وأنا عايز النادي الأهلي يتوقف عن هذا الأمر أنت كل كلمة قالت عن نادي الأهلي موسقة ومرضود عليها وجهات الرقبية جات وقالت كل سليم في النادي الأهلي الأهلي عندما يتصدى أو يتحرك أو يطالب مش بيطالب أنه بيدفع عن نفسه إنما علشان يوقف اللحاح آلة اللحاح الإعلامي واللي هي بعد كده خلاص أنا رأيي أني ببقيتش مؤسرة حتى في أروقة المنافس والدجا ماهيرو أي يا أخينا في إيه يعني طيب بدأ يتقل كده على فيديوهات زمال كوية القطيب ما بجيبش تصيرت حد ولذلك أنا يمكن ده اللي خلاني أنت كويس وأنا مش كويس طالما أننا وأنا مش كويس دي حاجة ما تمسكش أنت ما ليكش ده في حد تاني يحاسب على هذا الكلام طيب دي مذكرة الأهل للمجلس الأعلى للتنظيم الإعلام إنه قلولنا الشكاوة والمذكرات بتاعتنا دي وصلت ولا لأ قلولنا عدم الرد عليها ليه قلولنا هل مسموح هذا الحد من التطاول والتكرار والديمومة اللي فيه ولا لأ النادي الأهل يعمل ايه الجمهور اللي بيتلقى كل هذه الإساءات يفهم ده الزي أي رد يفهم ده الزي قبولا أو ربدا أو فيه لكن لكن عدم الرد في حد ذاته رد عدم الرد في حد ذاته موقف إزاي بقى إنك أنت الموقف السلبي منك سكوت على هذا التجاوز فمستمرا أنت لو وقفت حد عند هذا الأمر أو لو وقفت حد الأهل عند هذا الأمر أو التصرف ده ما بيزعجكش أو بالضبط يعني لو قلت للأهل ده مش غلط خلاص الأهل يتوقف عن الشكوى أيوة ده اللي أنا عايز أقوله بقى أه قول حاجة أو يتوقف أو يصعد بالضبط الأهل وشأنه بقى أيوة لكن أنت بتقول للناس رسالة مهمة جدا لما بترد علي بتقوله لأ أنا بتاع الناس كلها وأنا مش مفهول وأنا باحترم يا جماعة ما تردوش على بعض خليكم معايا وأنا جد في تطبيق الأكواد الإعلامية الحاكمة اللي المجلس من أيام اللي أستاذ مكرم محمد أحمد صلعها وإن شاني حتى اللي عايز صاد في الماء العاكر أه ويقعد فصارها تفسيرات شخصية يسكت ما ما دينوش الفرصة ما هي كده أنت سايب الفرصة للأخرين الأطراف اللي هي فعلا كل اللي انتوا بتشتكوا منه واللي احنا خايفين منه والمتربصين بالبلد هم اللي بيصطادوا هذا الأمر وهم اللي بيحاولوا يصطادوا في الماء اللي هم شايفينه أنه عاكر في هذا الإعلام مش 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 بسلامة نية بطبعا بس في موقف على أرض الواقعة بيستغلوا بيستغل ده هلا دي جريمة السكوت فأنا تمنى أنه نعرف إيه السبب على الأقل وفقا لمذكرة النادي الجديدة الأديمة المتكررة لكن مع كل هذه التفاصيل الدكتور فاروق الباز اه كان بيتكلم في حاجة وده اللي أنا كنت بقوله لما قالوا إن اشتغلت في ناسها إزاي قال بعت مش فاكر مية وطمانتاشة خطاب ولا مية وثمانين وقال إن زوجتي تفرغت لإرسال الخطابات المتعقبة إلحاق اللي خطابنا بكذا بعتنا لكم ردوا علينا إلحاق لما في الآخر ردوا علينا زهوا لا مش زهوا يعني عرفوا إنه لازم يترد فهلو تعال نشوف إنت عايزين فلما راح ابتدى المشوار إذن الإصرار على أن تتلقى الإجابة هو بداية أي يتقفل يعني قالوا له لا مش الشروط اللي تنطبق عليك بالضبط كان حيقولهم أنا متأكد طب إيه هي الشروط عشان أحاول لها أحاول لها تنطبق علي فهمني حيخليك تعمل إجراء تاني أو يغير اتجاه الرد مهم جدا 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 خلي اللي قدامك ياخد موقف وبناء على ردك لعل المنع خير وهنا ما أقول اللي قدامك ما هو ما هوش شخص منعزل ده رأي عام يعني فيه رأي عام بيحكم بين حاجتين دلوقت كيف يحكم على ضوء رد الجهات المسؤولة حيحدد موقفه هو في القضاء المشابهة بقى في حياته بالضبط بالضبط لأنه عدم الرد ده ما هو أنت لما تيجي ترد على وقاع أخرى الأمر شكله مش هيبقى لطيف خالص لأنك الناس هتقيس على هذا التصرف ودي خطورة الأمر لكن مع كل هذه التفاصيل العبثية يبقى هناك كلام كثير في الغربال طيب وأنت أخبارك إيه أنت مفتتهم الأهلي أنت بقى سيادتك أخبارك إيه وعايزة أبدأ أهلكم بمذكرة أيضا مهمة جدا بعثها النادي الأهلي النهاردة لسندوق تحيا مصر أرسل النادي الأهلي خطابا إلى صندوق تحيا مصر يطال فيه كشف الحقيقة للرأي العام والرد على الشائعات والإفتراءات الكذبة التي تتردد في وسائل الإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي والتأكيد على أن صندوق تحيا مصر والذي يقوم بدور تنموي كبير في البلاد تسلم كافة التبرعات المالية والعينية بين قصين الساعات وفقا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين النادي الأهلي وصندوق تحيا مصر يوم الأربعاء الموافق عشر تلاتة عشرين واحد وعشرين وجاء في الخطاب أن التبرعات التي تم تسليمها بموجب محضر رسمي ووقع عليه الطرفان النادي الأهلي وصندوق تحيا مصر وتسلم كل طرف نسخة منهم قامت بحصرها الجهات الرقابية في الدولة ووردت بالتفصيل في تقرير لجنة خبراء الكاسب غير المشروع التي تم انتدابها من نيابة الأموال العامة وانتهت إلى سلامة الموقف القانوني للنادي الأهلي ومجلس إدارته واستبعاد شبه جرائم العدوان على المال العام وتم حفظ الدعوة القضائية في هذا الشأن والمقيدة برقم عشر لسنة عشرين ده خطاب النادي الأهلي النهاردة في صندوق تحيا مصر بينطوي على الإجابة خلي بالك والأهلي هي الموضوع ده يعني تم إثبات وبليون طريقة أن التبرعات والحاجات دخلت بشكل سليم والأجهزة قالت ليس تمت أي مخالفات مش عادينا نشغل بالموضوع ده أكتر من كده لكن كويس إن النادي الأهلي بعد وحيشيب الأمر بقى للجهات الاختصاص رد طيب الأمر بقى عشان نفهمه فيما يخصنا فيما يخص النادي الأهلي ودي للتاريخ وللرأي العام وأنا شايف إنه مدام موقفك سليم مش ألف في المية مليون في المية لا يديرك إن أنت تتبين الحقيقة واتظهرها علشان الناس تعرف حجم الشفافية ومدى سلامة حرص النادي الأهلي على سلامة موقفه النادي الأهلي من أول ما تقالت أول كلمة في الكلام الفارغ ده في 2018 هفكركم النادي الأهلي ما رح تلوش لجنة من الوزارة مش زي غيره النادي الأهلي هو اللي طلب الوزارة نتيجة حقها وده كان بالضبط بخطاب رسمي من الكابتن محمود الخطيب للمهندس خالد عبعزيز وزير الشباب والرياضة وقتها في سبعة وعشرين خمسة 2018 ده الخطاب اللي النادي الأهلي رئيس النادي الأهلي بيقول السيد الوزير برجاء التفضل بتشكيل لجنة مالية لمراجعة وحصر كافة الأموال النادي الأهلي هو اللي بيطلب التفتيش على نفسه عشان بس لتبقوا مشاهدين للتاريخ من 2018 من سبعة وعشرين خمسة النادي الأهلي بعت لوزير الشباب والرياضة وقتها المهندس خالد عبعزيز كابتن خطيب بيقوله برجاء التفضل بإرسال لجنة أنا ما عنديش حاجة أخاف عليها ولا خبيها الوزير خالد عبعزيز اتشال بعدها جل الدكتور أشرف صبحي الأهلي كرر طلبه تم تشكيل لجنة من كافة الجهات الرقبية والنادي الأهلي بيلح ومصر إن الجهات الرقبية الوطنية المسؤولة في الدولة تتأكد من سلامة الموقف لأنه النادي الأهلي قيمة تمس كل الجماهية صورته ما ينفعش حد يهزها قيمته ما ينفعش حد يتناولها نزاهت مسؤولي ما ينفعش حد يلوكها عبر هذه الألسنة المتكررة فتم تشكيل لجنة من كافة الجهات الرقبية في الدولة حققت في المال العام في النادي الأهلي ثم انتهت إلى شهادة قاطعة حاسمة كسفة كشفة من معالي النائب العام إنه بعد ما ثبت في التحيي كذا كذا ثبت أنه لا شبهة التعدي على المال العام في النادي الأهلي الأهلي ودي كانت من مكتب معالي النائب العام زي ما حضراتكم شايفينها الأمر ما سكتش عنده كده ولكن النادي الأهلي تواصل مع صندوق تحية مصر بعد ما النائب العام تأكد الجهات الرقبية في الدولة تأكدت إن كل الأموال التي تبرع بها السيد تورك الشيخ موجودة في الموقف المالي للنادي وفي ميزانية النادي والهدايا العينية اللي هي الساعات موجودة في خزنة النادي تواصل النادي الأهلي مع صندوق تحية مصر السيادي وبرعاية وزارة الشباب الرياضة والجهات الرقبية تم توقيع بروتوكول اللي النادي الأهلي أشار إليه هو بس الحتة هنا دول موضوعين منفصلين بمعنى إيه أنت أمام جمعيتك العمومية أو دعت الأمور ودخلت ميزانيتك خلاص بقت بتاعت مين النادي النادي بعد كده النادي الأهلي عشان يخرجها أراد أن يتبرع بها إلى صندوق تحية مصر قناعة منه للظهور اللي بيلعبها هذا الصندوق طيب جي النادي الأهلي في الجمعية العمومية الأخيرة ده التقرير المالي اللي عرض على أعضاء الجمعية العمومية للنادي في إنعقادها تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي الأهلي عن الفترة من 1-27-20 حتى 30-6-21 والتقرير المالي ومشروع الموازنة ده اللي عرض على الجمعية العمومية في إنعقادها الأخير إيه اللي ورد في هذا التقرير علشان اللي طلعت دلوقتي ويقولك لو صندوق تحية مصر يطلع بيان وأتحدى ومش يتحدى الكلام ده عرض على الجمعية العمومية في الإنعقاد الأخير واعتمد من كافة الجهات الرقبية ومن وزارة الشباب والرياضة عشان يقدر يتبرع بيها علشان يخرج هذه الأموال فكانت انفازا لقرار مجلس الإدارة انفازا لقرار مجلس إدارة النادي الأهلي بتاريخ 2-26-20 وموافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية برد جميع التبرعات النقدية والعينية التي تلقاها النادي حسبما انتهى إليه تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع المنتدبة من قبل نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم كذا لسانة كذا حصر أموال عامة في القضية رقم كذا لسانة كذا والتي انتهى التصرف فيها بتاريخ 22-23-20 باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام بعد التأكد من صحة وسلامة جميع الإجراءات المالية والإدارية بشأن تلقي تبرعات وهدايا على رد جميع التبرعات النقدية والعينية التي تم معينتها وتقييمها بمعرفة خبير متخصص في تقديم هذا النوع من التبرعات العينية وعليه فقد تم توقيع بروتوكول مع صندوق تحية مصر مؤرخ في كام 10-23-21 وبمقتضاه تم رد جميع التبرعات على النحو التالي وورد قيمة الأموال بالدولار الأمريكي 2.362.250 جنيه و7 مليون ريال سعودي ثم بيان بالساعات كهدايا عينية ومركدها وتقييمها وفقا للخبراء المتخصصين في هذا الأمر ده وارد قدامكم وده الجدول اللي موجود وده اللي اعتمد من كافة الجهات الرقابية واللي اتعرض على الجمعية العمومية للنادي في آخر انعقاد خلاص بقى ما احنا يعني عشان كده أنا رأيي النادي اليالي قدل بدله وقام بدوره وجهات الرقابية ردت وأصبح الأمر ليه ده الجهات المعنية هي إذا رأتا ترد على الرأي العام واخد بالك إنما أنا مش يعني عايز أقولك مباشر موضوع يخص أحد ده يخص النادي الآلي يخص جمعية العمومية يخص الجهات الرقابية يخص جهة الاختصاص اللي تم التبرع لا فقط نخص جهة تاني موقف النادي الآلي على هذا القدر المتناهي من الشفافية والنزاهة طيب وإنت أخبارك إيه؟ ما دوم تدت لنفسك الحق إنك في كل لحظة الأهل الأهل الأهلي طب ما نسمع الزميل محمد شبانة وهو يسأل الطرف الآخر أنا نشت قلت إزا مالك تطلع لنا هل النيابة قفلت على المخالفات اللي تمت ولا لا أنا بسأل السؤال ده هل فيش هادة من الأموال العامة وعايز ألوك على حاجة البلاغ رقم 326 سنة عشرين عشرين البلاغ بتاع وزارة شابه الرياضة أموال عامة عليا ومقيد برقم 73 عشرين عشرين طب هل فيش هادة تقول إن اتحافظ الكلام ده زي ما الكابتل محمود الخطيب طلع علينا الشهادة مش الخطيب أعمل كده طيب طب إيه رأيكم بقى إن التحقيقات في الموضوع ده لسه مستمر وأحيل للجنة من خبراء وزارة العدل واللجنة انتهت إن المخالفات اللي عملتها وزارة الشابه والرياضة مخالفات صحيحة ورجعتها للتقرير للنيابة وعند صورته لا حد بيطلع يتهم ولا حد بيطلع يودين ومنتظرين للنيابة تقول براءة على تمخن تقول إدانة على تمخن المصريين تولدوا إنها تجل القضاء فكنا نوصل بقى إن وزارة العدل تعمل بيان عشان خاطر تقول إنه ما يصحش اللي بحصل ده لحاجة عندنا إحنا في الواسط الرياضي الواسط المثالي اللي أي واسط لازم ياخد مننا ماشي بس أنا عايز أقول السيد وزير الشابه والرياضة تصريحك النهاردة راخي جدا نحترم رمزنا ونحب كل رمز قدم لنا في المجال الرياضي ولن يصح إلا الصحيح دكتور أشرف صبح لن يصح إلا الصحيح إحنا عايزين نعيش اللحظة دي نفس أعيش في الواسط بتاعنا لحظة لن يصح إلا الصحيح أولا عد المستند لا يصح إلا الصحيح اللي هو إيه اللي هو إيه نحترم رمزنا إزاي بدعموهم ولا تجاهل الإسئات التي يلقوها أو تجاهل شكواهم للجهات المعنية بقولنا نعمل إيه يعني أن أجل الشخص أن أدافع عن كرامته وحقه إذا ما اقتنعت بسلامته وأنه استحق الاحترام والتوقير وأعتقد أن ما يقدمه الخطيب كل الناس محدش بيقدر يمسك عليه غلطة في حتة التوقير والإحترام واحترامه للناس حتى اللي بيسيقوا ليه لم يسق إلى أحد ولم يبدل أحد التراشق والتغاطف راح بهدوء لجأ كما يلجأ أي مواطن صاحب حق إلى القضاء الذي أنصفه خد حقه لحد الوقت لا ده برضو يعني مش الصحيح فيما يصح بالصح لا يعني ده برضو موضوع ومش فاهمينه يعني طيب تاني ألجأ للمجلس الأعلى ما يحدش رد عليه أخذ حكم ما وبعد مش مثلا مش لقيين المدعا عليه لا ده هو كل يوم يطلع يكرر نفس الكلام خلي الأمور بعد تتصل هنا كلام الأستاذ محمد شبانا ومحمد شبانا مش حد أليل يعني ما أنت بتتكلم على حد وكيل نقابة الصحفيين يعني حد يعي ما يقول ويدرك مسؤوليات الكلمة لا ونائب لأنه وعضوا في البرلمان لأنه الحقيقة لما يقول أنا تحت إيدي ما يفيد أنه لجان التحقيق اللي حققت في المال العام في نادي الزمالك أثبتت صحة المخالفات التي أوردها تقرير لجنة الشباب والرياضة ده كلام تحت منه عشر خطوط هو الحقيقة لجنة الشباب والرياضة دائما بتعمل وتوصل نتيجة هو لما يقول أن جهات التحقيق الرسمية أثبتت وأكدت صحة ما انتهت إليه لجنة وزارة الشباب والرياضة يبقى الكلام ده تحته عشر خطوط طب إيه النتيجة؟ ده تساؤل محمد شبانا على الأقل الناس طيب السؤال التاني شبانا هو بقول للسيد وزير الشباب والرياضة كلامك عن احترام الرموز كلام هايل وفعلا كلام في الجول أن أنت تتكلم على ضرورة حماية رموزنا وكل الناس اللي لدت للحركة الرياضية وزير الشباب والرياضة كبير العائلة الرياضية هو الممثل الحكومي للأسرة الرياضية كانت طرفا فاعلا ومسؤولا عن بروتوكول تعاون الأهلي مع صندوق تحي مصر والنادي الأهلي لم يقدم على هذه الخطوة وما كانش ينفع قانونا يقدم عليها إلا بموافة سيد وزير الشباب والرياضة لأن الأموال دخلت في الموازنة العامة فالأهلي خاطب وزارة الشباب والرياضة هي الجهة المعنية فالأهلي لم يقدم على رد هذه الأموال وهذه التبرعات للصندوق تحي مصر إلا بعد موافقة سيد وزير الشباب والرياضة سيد وزير الشباب والرياضة مشكورا ومحمودا تصرفه لما يقول ان احنا لازم نحمي رمزنا وندفع عن رمزنا ايه الموقف من الكابتن محمود الخطيب كرمز رياضي وانا اعتقد رمز رياضي لانه لما يسائل ايه في قضية الوزير نفسه شاهد فيها ومسؤول عن تنفذها ووافق على انفاذها لما يكون كل هذا الامر تم بعناية ورعاية ومتابعة ومباركة السيد وزير الشباب الرياضة يبقى ما ينفعش الاساء والتطاول والتجاوز يحدث في نفس المجال ونفس الملف اللي الوزير شاهد عليه هو ده التساؤل بتاع محمد شبانة انك سيادة الوزير انت كلامك رائع جدا ان احنا علينا نحمي رمزنا طب ايه اللي حصل بعد هذا التطاول رغم الاتفاق المبرم والمعلن بشهادة وحضور الجهات الرقبية المسؤولة ده تساؤل كبير لكن كمان ما دمنا ان احنا بينا تساؤل عن حق المال العام والدفاع عن صيانته وحمايته الاستاذ هاني شكري وده مش الاهلي اذا كان من حق طرف يتكلم على النادي الاهلي واوضاعه المالية فالتساؤل كان للاستاذ هاني شكري عن اوضاع موازنة مالك لازم يتقال مين الاستاذ هاني شكري اه استاذ هاني شكري عود مجلس دارة صابق وامين صندوق وامين صندوق فبيتكلم من داخل البيت كان في نفس المجلس وعليه نفس المسؤولية عشان كده اللي بيسألوا الاهلي امواله ايه طب وانت اخبارك ايه في الرد على هاني شكري رد عليه ان هو ده مالك عشان الناس تنفهم امين صندوق نالس ده مالك ردوا عليه برضو كلام اللي قالوا ده ايه مدى صحته اجمال الارادات الفترة اللي هي من الفين واربعتاشر لتلاتين ستة الفين واحد وعشرين دخل للنادي تلاتة مليار متين ستة وسبعين مليون جنيه ياه المصرفات تلاتة مليار ستمائة تلاتة وتسعين العجز الفترة بتاعته بس لسبع ستاشر مليون لسبع سنين دول ايوة فانت ربعمية وستاشر مليون جنيه اوكي عجز عجز عشرة ما فيش ولا فايد ولا الكلام الفترة تعالي اوريك بس ارقام نوعد كده نتخيلها مع بعض انت حدك واخد الارقام دي من المزانيات المعلنة بتاعت النادي ايوة يا فندم اللي معمول انا ما عملتش حاجة عملوا عليها تسويات وكده وقتها دي الارقام دي كان مفروض يعني في اكتر من كده بس ولكن مجراش حاجة من تسويات بتاعته يعني خلانينا نقول من ايه من هم عاملين قريض من ورقهم مش من ورق انا معدش حاجة فيها حاجة تمام عجز النادي النهاردة ستمائة وخمسة مليون يعني العجز بتاعنا قبل مرتضى منصور ومجلسه كان حوالي اقل من مئتين مليون جنيه في النادي من فيمئة سنة في السبع سنين بتوع عجز في فتريته بس دبل العجز النادي فيمئة سنة ما تم صرفه على كورت القدم اسمع بقى دي مليار تسعمائة وثلاثتاشر مليون جنيه هل ده معقولة اخذنا بطولة واحدة في 2014 وبطولة تانية اللجنة اللي واخداها في 2021 للدول فين افريقيا فين بطولة الدوري السبع سنين اللي حيكت فيه هون اغير 21 مدرب في سبع سنين ايه ده اذا واضح انه هو يعني هنقول موقف معارض لديه الاسباب ولا ديه الارقام ها ولا ديه الاسباب مبنية على ارقام يعني وقال ان العجز خلال سبع سنين فاقل عجز خلال من سنة الضعف وابتدى بقى يخش في حتة طب وانت وايه البطولات وحصيلة الامر وفي المريالات اللي اتصرفت هن باتكلم بقى يعني انا عايز اقول حاجة يعني يعني هو الاستاذ انا شكري لو كان طلع اتكلم عن نادي الاهلي برضو كان حتوبة غريبة لكن انت طلع اتكلم عن نادي زمالك يعني سؤالك برضو ده يعني واضح انه سؤال له معنى جدا انت اخبارك ايه طب انت بدلا ما مش مسألة بقى ساعات ده المسألة دولات احنا بنكلم على انفاق بالمليارات مش احنا امين سندوق زمالك امين سندوق زمالك وهو رجل اعمال مرموق يعني اي وطبعا زمالكاو قوي اي اه فالمسألة هي دي اللي محتاجة ما تنشغلش بيا رد انت عرقل عن يعني ممكن يقول الساذ انا شكري بيقول ارقام مش صح تطلع تقوله انت بتقول ارقام مش صح بدليل واحد اثنين ثلاثة اربعة اولا هو بيقولك ده وفقا للميزانية هو ما انا بقولك اما تيجي ترد بقى اقول له انت الرد اللي يعجبك اي مش تروح ردد علي ما هذه النقطة ما انا بقولك اما واحد ييجي يقولك ازاك عادل اقول له عسلو الساذ ابراهيم احنا هي نقطة اعني لا انت عندك شأن يجب لكن اللذيذ في الموضوع ان القبول بعدم الرد اصبح اقوى حاجة في الدنيا انت ما تردش خلصة الليلة وكأنك لما تلجأ الى الشفافية بتعاقب نفسك طب ما هو الناس ما بتردش على حاجات يعني الحوار ده ده حوار جمعية عمومية يعني انا قاعد بقرأ بميزانية جمعية عمومية وانا كنت عميز صندوق بس اعلك واحد اثلاث ييجي الاستاذ محمد شبان اربطهم ببعض الامور هو دي هو ده استاذ ابراهيم لكل منا شأن يغني محدش مشغول بنفسه لا في حد وفي ناس تانية مشغولة بغيرها بس ولا تجيب على اي سؤال بيتوجه له هي كده ببساطة شديدة جدا يعني انت اما روح تعطت العنوان الجميل ده الكاشف الملخص انت اخبارك ايه ما تكلمنيش في كذا تكلمني في اللي خصك رد على ده او كلم جمعيتك في اللي خصك كلم اعضاءك في التساؤلاتهم طلعهم غلطانين هو ده يا جبعة هي فكرة ان كل واحد لازما ينشغل بنفسه ويدافع عن اموره ويوضح ارقامه ويكلم جمعيته ويكلم اعضاءه وينشغل بجمهوره ويجيب صفقاته هي دي ليه مش كل واحد فعلا يركز في عمله ما يخص لنفسه ويخص جمعيته ويخص لعبته ويخص فرقته ليه السؤال الدائم برغب برغب النادي القالي ما هواش في موقف الدفاع ومش مضطر يدفع عن نفسه ومش محتاجة دفع عن نفسه وخلصت خلاص بمليون مستند الكلام ارجو انه يكون واضح اللي يكون في مهيرنا اللي انا عارف انه هم حتى المستندات دي بيسيفوها وبينزلوها على باقع التواصل الاجتماعي لان هي مستندات كاشفة قاطعة كاسفة حازمة اللي عنده هذه الشهادات وهذا القدر من ابراء الزمة واثبات الشفافية وسلامة الموقف يطلعها لكن الرجل امين صندوق على الفكرة وده تفعل لستاذ شابانا قال له كده عندك طلعه رد زي الموجود في الناد بالزبط ويبقى الكلام في منتهى الوضوح ومنتهى حتى للمسؤولية الاعلامية نفسها انت بتعرض على الجمهور اعرض كلام حقيقي وواقعي سليم اللي استاذ محمد شابانا كمان اتكلم عن قيمة الكابتن محمود الخطيب في هذا السياق يبدو الامر مهم لا بيت البيت لسه حد يجي قولك ده فلان قال قوله عم كل انها ينضح بما فيه ده اللان قال قوله عم كل انها ينضح بما فيه حلو كده في الوقت اللي انا شفت المشهد ده لفت نظري خبر نازل في المصر اليوم بيتكلم عن الكابتن محمود الخطيب بص انا بعمل المقارنة والمقارنة مش انا اللي عاملها ده المقارنة فرضت نفسها انه في نفس اليوم اللي فيه كده نزل في مواقع وفي المصر اليوم صورة للكابتن محمود الخطيب ضمن صور لنمازج موجودة مشهورين بيتكلموا عن السلالات البشرية في المنهج بتاع الاعدادية كلام ده لفت نظر الجماهير فواخدين الكابتن محمود الخطيب من ضمن النمازج اللي لما تيجي تتكلم عن السلالة البشرية بص مصدر بالتعليم يكشف حقيقة صور صلاح والخطيب ونوع السلالة بمنهج الشهادة الاعدادية ادي الكابتن محمود الخطيب في منهج الشهادة الاعدادية صورته في منهج الشهادة الاعدادية ودي كريستيان رونالدو وده على فكرة اوبرا وينفري اللي هي المزيعة الشهيرة وده محمد صلاح وده ديد روجبا يعني ناس الحياة نمازج ضخمة جدا الصورة دي ناس لهو الأربع أربع تشر تسعة اتنين وعشرين ساعة اتنين ونص وثلاث دقائق نفس التوقيت اللي كان فيه المؤتمر الصحفي بص دي مش عايزة تسميه مؤتمر صحفي بقى يعني مش عايزة تسميه ايه يعني مؤتمر وخلاص يعني انه مش صحفي طبع صحفي يعني فيه أسئلة وأجوبة وفيه بكلام في كل حاجة ويسمح للناس انها تتكلم لكن المؤتمر يعني بتاع نادي الزمالك انما شوف ده وشوف ده دي مقارنة لاتنين تحطها في ذهنك بايد عن كونك أهلاوة أو زمالكاوي على فكرة الناديين تلخيص وأنت تقدم لشبابنا نمازج قدوة تدرس عشان يتأس بها بتقدم اللي ذاك كابتن محمود خطيب خلص الكلام خلص الكلام لكن عند الأستاذ هاني شكري ما كانش خلص لأنه كان الكلام تاني مهم ساتة مصدر تركي الشيخ تبرع بمية واحد وخمسين مليون لليا وأنا قلت له لا أدفعهم انت للعيبة موجودين المبالغ دي هل دخلت ميزانية النادي؟ لا هل دفعت للعيبة؟ لا ودي على كده فرجان الساسي عليه اللي هنا رفع علينا أواضي وعدنا ندفع أيوا وعدنا ندفع الفلوس بتاعة فرجان الساسي من خزنت النادي مش من الفلوس دي وحمدي النقاص مش كان رفع علينا قضية بسرعة من مصحقاته وجراس نفسه والفلوس دي لحت فين؟ طب احنا بس عشان ناس تبقى فهمة الواقعة دي أشرحها إن المصدر تركي الشيخ حبي يساعد نادي الزمالك في جلب بعض اللاعبين والمدير الفني جراسه كان القصة كان حمدي النجاز وفرجاني وجراس فسدد الفلوس مقداماً يعني مثلاً يعني النادي الناصر هياخد مبلغ راتب فرجاني في السنة مثلاً 2 مليون دولار فالراجل سدد الستة مليون دولار جراس هياخد 2 مليون يورو مثلاً يعني بدي أمثله حمدي النجاز في الثلاث سنين هياخد 2-3-4 مليون سدد كل هذا الكلام اللي حضرتك بتقوله إن الفلوس دي اتخدت من المستشار التوركي لكن لم تدخل الخزين هالمفترض تيجيها مخصصة لللاعبين دول فلم تدخل هاردون لم تدخل ميزاني دخلتش الخزنة أصلاً دخلتش مش لقينها في المركز المالي ولا في الخزين تمام ده كلام أيضاً في منتهى الخطورة هو ده كلام الخطر مش يجاوب عليه لأنه أنا بتكلم على المركز المالي بقى أرقام هاني شكري أو الأستاذ هاني شكري قالك بمية واحد وخمسين مليون لدخلت خزينة النادي ولا خدها اللاعبة ده كلام يستهل الرد يحتاج الرد سواء من الطرف التاني أو من وزارة الشباب الرياضة لأنه ده مال عام حقيقي اللي الكابت أو الزميل محمد شبانة قال للنادية لجان التحقيق اللي حققت أثبات هذه المخالفات كلام محمد شبانة أيضاً يحتاج الرد عليه والتعقيب عليه لكن الخطيب أعتقد الحقيقة ردت على نفسها والأدلة الدمغة كافية وكاشفة هنطلع الفاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلاً بحضراتكم من جديد القائمة المحلية كمان الأهلي أعلانها والقائمة المحلية هي الحد الأقصى فيها 25 في خمسة من موليد 99 و2000 دول بيتسجلوا مع قائمة 2001 مع بطولة 2001 ويكون لهم حق المشاركة مع 2001 في بطولة 2001 أو مع الفريق الأول كانت السنة اللي فاتت 25 لعب الفريق الأول وخمسة من موليد 99 ألفين فخدوا الخمسة لتسعة وتعين ألفين حطوهم مع قائمة 2001 علشان يسمح لهم بالمشاركة هنا وهنا ياخدوا فرص للعب أكثر فبالتالي القائمة المحلية للأهلي فيها محمد الشناوي وعالو لطف ومصطفى الشبير طبعاً بقيت العناصر الشباب متسجلين مع قائمتهم أكرم توفيه ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي ومحمد مغربي ومحمد وعالي معلول وقاليو ديانج وعمر السلية وحمدي فاتحي وحسين الشحات ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وبرستاو وزياد طارق ومحمد مجدي أفشا وسابيو وأحمد عبدالقادر ومحمد فخري وعمار حمدي ومحمد شريف وحسام حسن وشادي حسين ومحمود عبد المنعم كهربا وعبد الرحمن مانو ووليد مصطفى هنا كهربا موجود في القائمة المحلية وده الأهم لأن القائمة الأفريقية أنت مش هتلعب قبل القيد الجديد إلا مباراتين بتاع أكتوبر في دور الاثنين وثلاثين تدخل دور المجموعات يسمح لك باستكمال سبع لعيبة إن شاء الله يبقى فيهم كهربا ويبقى فيهم بقية العناصر سواء اللي أنت هتجيبهم أو العناصر اللي أنت تحتاج تدعيم القائمة الأفريقية تاني بيهم بعد كده أيضا محمد نصير متسجل محلي لأنه عدد من لعيب التسعة وتسعين وألفين دول متسجلين ضمن الخمسة المسموح بيهم هنا وهنا تمام أرجو أن المسألة تكون واضحة لأنه عدم قيد كهربا في القائمة الأفريقية عمل جدل شوية سألت الكابتن ساد عبخفيز مدير الكورة فقال ما هو كده كده متسجل محلي فعلى ما يجهز أنت في القيد المحلي أو في القيد الأفريقي بتسجله في القائمة التانية ده كان آخر ما حدث بشأن القيد لكن يبقى كلام كثير بعضمة لسانه انتبه أنت في الأهل مع كل الرغي وكل الهري وكل الهبد ما في مناسبة تحصل إلا وتلاقي الأهل حريص على أنه يقدم النموذج السليم وحريص على أنه النظام نظام لأ لعمل مؤتمر لتقديم مرسيل كولر السويسر المدير الفني الناس فجئت أن اللي قاعد على المنصة فوق كابتن ساد عب حفيز ورئيس النادي كابتن محمود الخطيب قاعد في الصف الأول ما قاعدش على المنصة وما دورش على اللقطة لأ ده هو بعت رسالة هو مش مفروض بيحضر في كل حاجات دي ولكنه تعمد أنه يجي يقعد فترة وبعد كده لما الأساس خالد مدير الفرع الجزيرة جيه قال له حاجة فيه أعمال يعني كانت موجودة خرج لمواصلة هذه الأعمال بس عادي يقول لهم أنا لو أنا موجود بقعد هنا ومدير الكرة مكانه فوق دي رسالة دي رسالة ما تكلمش عليها بس المهندس عادلة لا دي رسالة قالها محمد شبان نسمعه جابني وجود الكابتن الخطيب ومجلس الإدارة والناس دخل قاعد للصف الأولاني زي الجمهور بودة حاجة يعني فيها ترفع من الكابتن محمود الخطيب ده رئيس النادي وهو كمال الخطيب يعني تخيق أنه يستطيع أن يخطف كل الأضواء وأي أضواء من أي حد فالراجل الحقيقة دخل زي أي واحد عايز يظهر للجهاز الفني إنه مساند ويظهر للإعلام إنه مساند للجهاز الفني من أول دقيقة الراجل دخل زي ما احنا شايفين وله صورة بيقعد على الصف الأولاني كده في الكرسي زي أي حد زي أي زميل صحفي زي أي زميل إعلامي زي أي زميل متابع طول المؤتمر الصحفي ومشه راجل ما تكلمش نهائيا زي وزي أي حد نهائيا وده حاجة بتحسب للخطيب وده الحاجات اللي دايما بتصب في صالح محمود الخطيب إنك تبقى عزيز كده يعني المؤتمرات البتاع دي المايك وكلام ده إحنا أطلقنا عليه في مصر من كتر الشغف بالمايك فبقنا نقول الحديدة فناس تمسك الحديدة بتنزلش من فوق الحديدة ممكن تطعط ثلاث ساعات وأربعة ساعات وخمس ساعات من على الحديدة كابتن الخطيب الحاجة ترفع عن إنه يمسك الحديدة وساب الراجل يتكلم وساب الناس يتكلم في وجود كابتن ساعد عبد الحفيظ كان معاك كابتن حسام غالي وكابتن خالد مرتاجه ومجلس الإدارة أعتقد كان الناس موجودة ومر المؤتمر بالشكل اللي أخبرنا دي الآن يعني لفت نظره نفس يعني أنا أبو تلك دي رسالة ورسالة بتوضح الكبار بتصرفه إزاي يعني أنا مش محتاج أخذ لطا عشان أقول أنا رئيس النادي الأهلي أنا رئيس النادي الأهلي دي حقيقة لكن في دولاب العمل كل واحد في موقعه هو رئيس هذا المكان فإذا كان الحديث عن النشاط الرياضي كنت هتلاقي خالد العوضي إذا كان الحديث عن كرة القدم هتلاقي الكابتن سايد والمدير الفني دي رسالة مؤسسية نظام احترام الأدوار كمان ترفع يعني أنا مش مش محتاج كل شوية أسمت حاجة حقيقة الأمر أنا رئيس هذا المكان بديره بتقاليد هذا المكان لكن إن أنا يعني أحاول أقول أنا التاريخ بدأ من عندي حقصر كتير لأن على فكر الرسالة دي أستاذ بريغ غريبة قوي التاريخ بدأ من عندي كدنا نقع فيها في الفتر من 2014-2018 لأن أنت لما لما تتجاهل اللي فات طبما أنت بتلغي التاريخ اللي أنت بتفخر به يعني أنت كل البطلات أنه عرض الزمالك بقول لك أنا والتسعة والسبعة جم إمتى دول جم إمتى في تاريخ سابق ينكر عليه الآن أنه حقق شيئا لنادي الزمالك وأنه ساب الزمالك خرابة وأنه ما عمله ما عمله ش حاجة أنا طيب خلاص نلغي بقى اللي فات ونبتدي من أول السطر فاهم قصدي الغاية التاريخ ده وعدم الاعتداد به وعدم الاعتداد بالرموز بتدفع تمنه الأجيال اللي بتحب فعلا النواديها يعني إحنا بنعمل هنا كل همنا إيه هنا صورة وقيمة النادر تاريخنا الموسق اللي مش بنقوله باجتهاد ده بنقوله بوسائق محاضر مجالس إدارتنا وبتكتب الخط الشيك بالألم البسط بالخطات اللي كان قاعد العبر والدروس من القرارات وكيف تتخذ العلاقات بين المسؤولين والأعضاء والجماهير اللي هي ليها كتالوجها وقدسيتها واحترامها كل واحد عارف حدوده فين ثم الأحداث التي تعلي من شأن قراراتك وقيمك ومبادئك الإلحاء على هذا التاريخ هو اللي بيحفظ عليك وبيخلي الأجيال اللي طلع تتشبس ولذلك حظل على جملتي حبوا الأهلي كما وجدوا مش زي ما أنتوا عايزين تفصلوه على مذاككو بصرف النظر أنا مش بقول عندوك وجهة نظر لا لكن أنا تشبسي بالعراقة لأن هي دي اللي بتدي النكهة بتاعت النادي الأهلي الخصوصية التميز الرقي المكانة اللي العالم كله بيشيد بيها والأستاذ محمد شبانة بدأ يلحى عليها وأنا مبسوط من هذا لأنه تبقى الأهلي كمان رسالته وصلت من خلال أن حد بقامة السيد محمد شبانة الإعلامي المخضرم اللي له مناصبه وهو عدو مجلس شيوخ أنه يتلقى في هذا النموذج عشان يقول الناس هو ده عايزين ولادنا يدرسوا هذا الكلام عشان ده نموذج الطيب طيب دي الرسالة اللي ظهرت لأنك في النادي الأهلي كمان الإعلام الكبير الأستاذ تامر أمين رسالة منه بقى لجمهور الأهلي نشوف بمجرد الإعلان عن كولر ابتلت صفحات ومواقع وحسابات تطلع تتكلم على أنه ده مريض وتعبان ومش قادر يقف على حيله فبالتالي إزاي حيدرب اتنين قال لك ده عاطل عن العمل بقى له سنتين ما بيدربشه وبتاع أنتوا جايبين واحد ما خلاص اعتزل وراحت عليه الحقيقة أنه ده كلام أقل ما يقال عليه أنه كلام رخيص وأنا عايز جمهور الأهلي إحنا على الحلوة والمرة مع الأهلي متفقين متفقين فزي ما يحصل هنشجع وندعم اتنين وده الأهم اوعوا تخشوا في الأحكام المسبقة زي الهجمة اللي معمولة دلوقتي وهدفها التشويه والتخلص على الراجل تفرجوا واصبروا وتأنوا ومش ماتش ولا اتنين ولا ثلاثة ولا خمسة سيبوا الراجل يطلع أفكاره ويطلع سياساته ويطلع الطرق اللي عنده كلها وده فرصة لحد اللعيبة ما تتشربها وتفهمها وتنسجم معاها وبعدين نقدر نحكم نحكم إمتى على منتصف الموسم واوعوا تساعدوا قوى الشر على إنها تخلص على الراجل زي ما نجحت في إنها تخلص على موسيماني فأرجوكم بلاش نبتلع الطعم ونخش في الكمين اللي الأعداء الأهلي عايزين تخنون فيه خلاص هو لخص الكلام كله في آخر جملة واللي احنا شفناها بدري قوي ونبهنا عليها كتير وتحملنا بأجلها الكتير من القوعوا تبلعوا الطعم اللي عايزين أعداءكوا واقعوكوا فيه واللي بيديكم السم في العسل واللي بيخليكم تنقشوا كل تفصيلة وصغيرة وكبيرة من منظور الجدل والتشكيك وقال لأنا ابتديت النهاردة يعني آقلة لأنا لقيت ناس باعتز بيها برأيها بيقول إيه وإحنا تلت صفقات بس حنبتدي بقى يعني يعني هو ده اللي هيخلينا في الديلمة دي ما نخرجش منه وهيخلينا في موقف المنكفئ يشوف عيوبه وجلد الزات بدلا ما ناخد ايد بعض عشان ننطلق ونجري هنفضل آه أحيانا بتبقى مفيدة نكشوف عيوبك عشان تنطلق منها للتصويب لكن والناس بتاخد بالأسباب ما تكلمش في التفاصيل بقى عشان أبيننا أنا عارف أكتر من جميع طيب هي فلسفة الكتمان في الصفقات إيه مبررها وإيه هدفها ده اللي وقف عنده تامر أمين الأهلي بيمارس سياسة جديدة أنا في رأيي أنها نكحة جدا جدا هذه المرة هي سياسة استعينوا على إتمام صفقاتكم بالكتمان الكتمان مهم جدا جدا لسببين السبب الأول أنه الصفقة لو ما تمتش يبقى ما فيش بلبلة وكمان الهدف التاني أو الفايدة التانية من الكتمان أنه ما تخليش الغربان تخش تبوز الصفقة ومن مبرح بالليل والأخبار بتتوالى عن صفقات الأهلي اللي خلصت مش اللي حتخلص الصفقة المهمة وأول الصفقات الرسمية اللي تم الإعلان عنها تم الإعلان عنها مبرح في ساعة متأخرة من الليل وهو اللاعب شادي حسين شادي حسين أهلاوي حتى النخاع وحزيتكم من الشعر بيت نوعية شادي حسين في رأيي هي النوعية اللي بيحتاجها النادي الأهلي أولا هو أهلاوي وبيعرب عن حبه وأمنيته للنبام للأهلي فده لما يخش الأهلي حيبعارف قيمة الأهلي والعطاء اللي بطلوب منه في الأهلي رقم اتنين بيموت نفسه حتى الدقيق 90 وحتى ما بعد الدقيق 90 وهي دي النوعية اللي محتاجها تشكيل النادي الأهلي في الفترة القادمة نوعية شادي حسين اللي هو المهاجم مش الهجام المهاجم اللي بيفكر المهاجم اللي بيستخدم عقله المهاجم اللي بيلعب برجلين الاثنين المهاجم اللي بيلعب جوه الصندوق وما حول الصندوق فهنيالك عم شادي ورينا شطرتك بقى الصفقة التانية اللي تم الإعلان عنها منذ عشر دقائق النجم اللاتيني برونو سافيو برونو سافيو لعيب مهاري ميسته الأساسية أنه هو بيلعب في أكثر من مركز بيعرف يلعب كصانع ألعاب نمرة عشرة وبيعرف يلعب جناح يمين وبيعرف يلعب جناح شمال برونو سافيو أنا رأيي أنه صفقة ممتازة والأهلي حيستفيد منه جدا 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 حد حيقول لي هو إحنا إيه اللي ودانا لاتيني إحنا طول عمرنا بنبص تحت على أفريقيا حقولك البشرة ما بتفرقش والجنسية ما بتفرقش يمكن حظنا يتعدل لما نبص فوق يعني كلامه طبعا مسألة الكتمان ده مش جديدة ده رجوع إلى الكاتالوج ها الكاتالوج اللي طول عمرنا دي الألي ماشي بيو اللي اخترقوه البعض في فترة من الفترات يعني لكن هو ده الصح لأن ده احنا يعني كمان أحيانا كان بص العصور وابتدوا يعملوا بكلام ده دلوقت اشغلوا بحاجة عشان أنت بتعمل حاجة تانية ولقي إن احنا في زمن أصبح الإعلام متاح في كل البيوت كل شبابنا إعلامي سواء أعلام فن أعلام أدب أعلام سياسة أعلام رياضة كل شبابنا هتجدوا إعلامي وله رأي ورأي يلح عليه ويقاتل من أجله إذن الكتمان أصبح أهم من الأول كمان لأن كده ما مش هتحط حد تشرحه قبل ما ييجي يعني التأكيد اللي قال عليه الأستاذ تامر والله أنا احترمته مرسه على نفسي يعني أنا بكل اتصالاتي وبكل يعني علاقاتي ما حاولت إن أنا أعرف معلومة اللي لم يعلن عني عشان أسيب المناخ الهادئ للي بيشتغل الحقيقة كلام الأستاذ تامر أمين على الصفختين كلام نقف عنده على النوعية نفسها مبدئيا شادي لاعب بدرجة مشجع لأنه حتى لما أتكلم للموقع الرسمي قال إن أنا طول أمري وراء الأهل في كل مكان كنت بروح كل المطشاط أتفرج على الأهل في التالت شمال فالشغف أو الروح العالية اللي عنده تجاه الأهل اللي تامر وقف عندها دي قيمة مضافة قيمة مضافة لأنك أنت نوعية اللاعب اللي بيمثل الأهل حد مطلوب منه يبزل فوق الجهد المضاعف يلعب ما بعد الديئة تسعين إرادة الفوز وروح الفنيلة الحمرة وتشربه لها ده كمان روح مشجع أكتر منه لعب ودي قيمة مضافة معنويا وفي التكوين الرياضي بتاعه ليها قيمة وليها تأثير من الناحية الفنية إنه الاتنين تقريبا لعيبة جوكر بيلعب مركز عشرة كل واحد فيهم وبيلعب جناح وبيلعب رأس حربة فأنت بتدعم التلات مراكز الهجوميين باتنين لعيبة بدرجة كفاءة وبدرجة جودة إن شاء الله تبقى عالية وتضيف كتير للفريب بإذن الله ده ما يخص الصفقتين المهمتين لكن ما يخص بقى تفاول جمهور الآلي ومرسيل كولر الكابتن محمد يوسف المدير الفني السابق للآلي نشوفه رأيه فيها طبعا يحصل تفاول لأن السنة أو المسلم الماضي جمهور الآلي يعانى كثير فأكيد مع تعاقد مدير الفني جديد أكيد الجمهور متفائل ودايما جمهور الآلي بيبقى متفائل بعد الانكسارات أو بعد الخسارات اللي هي بيحصل نوع من التفاول عند الجمهور لأن عنده ثقة في الإدارة وعارف أن الإدارات في النهي الأهلي بعد الكسارات وبعد الدروب اللي بيحتر بترجع احترت في انتفاضة سريعة بيحتر انتفاضة سريعة دي نقطة النقطة التانية تغيير جاد ثاني والراجل مارسيل كولارجي تولى المسؤولية فطبعا دي عامل نوع من التفاول عند جمهور الآلي وفي نفس الوقت الراجل ميفك أندية برضو نقدر نقول جيدة لا إسمها أندية جيدة النادي الأهلي مكان خصب جدا وإدارة وعية وجو وأتموسفير مناسب جدا لأي مدرب إنه ينجح طب كابتن يوسف أنت شايف من ناحة الفنية الأهلي محتاج كم كبير من الصفقات هل شايف أنه لازم يبقى عشر صفقات أو تسعة تمن صفقات لا أنا شايف أنه عشر كتير لابد أن ما نفقدش الثقة في لعبتنا لعبتنا موجودة وعندها يعني هي بس كل الموضوع أنه كان فيه يعني تجديد دوافع محتاجين عديمة أكتر دوافع أكتر وضوح يعني وضع أهداف جديدة يشتغل عليها طيب عملية تقييم ميستر كولر واضح أنه لقي ارتياح أستاذ إبراهيم عند الخبراء اللي هم لعيبة سابقين أو مدربين سابقين عند الإعلام اللي استطاعوا أن يلمسوا تعاملوا الهادم مع الإعلام عن زميله عند زميله العصره سواء كان مدربين أو لعبين آه فيه رامون فيجا طب قبل رامون فيجا الحقيقة محمد يوسف لأنه كمان مدرب قعد في المكان اللي قعد فيه كولر فكلامه فيه نقطتين مهمين جدا هو كمدرب لامس أنه النادي الآلي مكان خصب للنجاح قالك فيه إدارة وفيه سيستم وفيه جمهور هنا الجمهور ده البلع المهم جدا اللي محتاج يكمل السنة دي لأنه الأهل يعانى المسلمين اللي فاتوا من هذه الأسما اللي حصلت عنده الجمهور وإزاي الجمهور في فترات كتيرة جدا ضغط على الفرقة وإزاي يقدر الآخرين يستدرجوا الجمهور للأهلاوي لمنطقة يضغط فيها على اللعيبة يوسف رأيه أو الكابتل محمد يوسف أنه اللي قاله ممكن يكون مش محتاج صفقات كتيرة مهم النقطة دي خلي بالك ليه؟ لأنه قالك عنده لعيبة كويسة ما تفقدوش الثقة فيها ورجعوا وشوفوا زي ما الأستاذ حسن مستكاوي قال لأسبوع اللي فات لغاية الأسبوع 15 أو 16 من الدور السنة اللي فاتت الأهلي أحسن فريق بيحقق أحسن نتائج ولعبته أحسن مش أحسن نتائج ده بيحقق نتائج غير مسبوك وعنده سكواد كان كله بيتغنى به حتى اللي كانوا بيعايزين يقللوا من حجم نجاح موسيماني يقولك الأهلي جايب له لبن العصفور والأهلي جايب له سكواد أحسن سكواد والأهلي عنده دكة قوية كل ده كان بيتقال لغاية الأسبوع 15 أو 16 بعد كده دخلنا في مرحلة المؤجلات المضغوطة والكيرف بدأ ينزل وضغطوا جامد جدا ونجحوا أنه يستدرجوا الجمهور للضغط معهم على الأهلي أفقدوا اللعبة ثقة فقدوا ثقة اللعبة مع الجهاز وأيضا استمر الضغط على موسيماني لغاية لما تعمل وزادوا من الإرهاق وزادة نسبة الإصابات وعدم استقرار التشكيل حاجات كتير جدا أستاذ إبراهيم الموسم اللي فات ده يعني لازم ننتبه لها لازم يعني لما تحط عنوان كده ما لا ينبغي أن يفعله المسؤول في كرة القدم ما لا ينبغي أن يفعله المسؤول عن كرة القدم مش في النادي الأهلي تم تنفيذه مع النادي الأهلي بشكل عشان نقولك ما تعملش كده طيب فيه يعني ظاهرة كويسة في الإعلام الرياضي عندنا أنه كتير من البرامج بقى مهتمة في معرفة رأي الأطراف الأجنبية تلاقي فيه برامج كتيرة وسائل الاتصال ساعدت على كده مدخلات مع مدربين مع لعبة أجانب مع خبراء مع صحفين أجانب وده كويس ده بينقل أو بيقدم رأي مضاف رأي جديد الزميل هاني حطحوت اهتم أنه يتواصل مع رامون فيجا مدافع توتنام الانجليزي وزميل كولر المدير الفني للأهلي ووضح أنه رامون فيجا مهتم جدا بالنادي الأهلي وامتابعه سألوا هاني حطحوت عن الضغط الجماهيري في الآلي ومدى تأثيره أو احتمالية تأثيره على كولر هتكون إزاي نشوف رامون فيجا أول كنت سألته يعني هل عقلية الرجل اللي هي بتاعت الانتصارية دي اللي هو كان بياخد بطولاته وهو لاعب موجودة معك مدرب قال لي هو بيتميز أولا طبعا اللاعب غير المدرب وبالتالي انت كمدرب بتتحول من قائد جوه الملعب إلى قائد بقى لكل المجموعة وانت الأكبر سنا وانت الأذكى وانت الأقدر على حل المشكلات ودي من المميزات انها كانت موجودة فيك لاعب مرسيل كولر زميله السابق في فريق راس هوبرز وبالتالي انت أساسا كشخصية في كل المواصفات اللي تعرف بها تقود حينما تصبح مديرا فنيا بيقول انت هو عنده هدوء نفسيا قوي جدا يعني منتلي عنده قوة زهنية قوية جدا زاكي بيعرف يقرى اللاعبين اللي عندهم مشاكل فبيعرف ان هو يحل المشاكل قبل حتى محد يتكلم معه فيها بيعرف ان يخلي الفرقة كلها متحدة كفريق واحد وبيعرف ان نفس ده كمدرب زي ما كان بيعرف يعملها كلاعب هو ما عندهش فكرة العدم للاتزان راجل متزن جدا ودي نقطة مهمة هادئ جدا ومتواضع جدا بالدرجة اللي بتخلي اللعيبة كمان تحبه بشكل كامل قلت له خيقول لك حاجة الاهلي جمهوره العدد اللي بيتقال على مستوى الجماهير 60 مليون مشجع موسيماني اللي واخد اتنين دوري ابطال افريقيا الجمهور كان بيضغط وهو كان بيطلع يقول ان يا جماعة الكرة فيها مكسب وفيها اخسارة فهل مارسيل كولر هيتحمل ده قال لي دي نقطة مهمة جدا قال لنا عن نفسي فكرة انا بحب الاهلي بسبب ده فكرة ان الجمهور طويل الوقت عايز تكسب ويا سلام لو واحد يشتغل وفيه 60 مليون واحد بيشجعوه بيقول الضغط ده انا عن نفسي حبه جدا طب ماذا عن كولر قال لي فريق زي الاهلي هو فريق طوب هو اهم فريق في القارة الافريقية بدون شك تاريخيا على مستوى النتائج الفرقة طبيعي جدا ان الجمهور يبقى بيشجعها بهذا الشرف والحماس فالضغط الواقع على اي حد ده يشتغل في الاهلي امر منطقي هو بالنسبة له وبقى بالنسبة الكولر بسبب الضغط ده محتاج ان يتعلم سريعا كيف يتأقلم لان جمهور الاهلي من اول مباراة هيبقى مستني منه ان يظهر بمستوى جيد ما هو متواجد من صفات في مستر كولر على مستوى الهدوء وعلى مستوى الاتزان اكيد ده هيخليه عرف يتأقلم سريعا مع الضغط المحتمل مبكرا من جمهور الاهلي اللي اكيد مستني منه النجاحات قال انه عنده خبرة دولية مع منتخب النمسا حقق نتائج برضو كبيرة جدا راح معهم لليورو لكن اكيد دي على مستوى المسيرة اعلى مسيرة من الضغط ممكن يكون بيتعرض لها مستر كولر في قيادة النادي الاهلي طيب اكتر من نقطة اولا رمون فيجا ده واضح انه بحب النادي الاهلي جدا رغم انه لعفته تنهام وانه زامن كولر ووضح كمان انه مبسوط من كولر في شخصيته وهدوء واتزاله انه كررها كتير قوي اه وكرر انه هو يعني بيستطيع ان يتواصل ويخلي اللعبة تحبه وتهابه وتسمع كلامه ودي معادلة جميلة جدا اه كمان بيقول بيستطيع ان يستوعب الضغوط ولكن هذه المرة وكانها يحذره ويدعبه الضغوط يا عم اللي هتشوفها هنا ما شفتهاش قبل كده لان الفرقة دي بتعودة على المكسب وتحقق بطولات وعشان كده انا بحبها الا انك هتشوف ضغوط ما شفتهاش قبل كده ده كان رأي رمون فيجا لكن في حاجة انتشرت بمجرد ما الاهلي تواصل مع مارس الكولر قالك ده اشتغل مساعد لجروس السويسر المدير الفن السابق للزمالة لما درب في سويسر جراس هوبرز ثبت انه الوقت اللي جروس تولى فيه تدريب جراس هوبرز تقريبا في 92 كولر كان لسه بيلعب ايوه لانه اعتزل في 98 ايوه هو كان مع جروس كلاعد كلاعد وعلى فكرة انا اسألك سؤال طب ايوه يعني انه ساعد ايوه يعني انه ممكن يكون ساعد جروس يعني ما اقولك انتشرت بس مش صحيح تفرد يعني حتى يعني كان يقصد ايه اللي ده شهرة بيقلل منه بيقلل منه في ايه كنت مساعد لجروس بس بيتعسن منه ايه المشكلة عموما رمون فيجا سألوا هاني حتحوت عن المقارنة بين كولر و جروس نشوف رأيه فيهم ايه سألته في النهاية على الفرق ما بين جروس و كولر قال لي اتنين مختلفين تماما قال لي جروس راجل مسيطر بيحب السيطرة على غرفة الملابس بيحب جدا ان هو يبقى مسيطر بقوة وفي نفس الوقت بيتكلم دايما في حتة الروح القتالية فكرة ان هو يخلي اللعبة كلها عندها الرغبة في ان هيبقى عندهم القتال يعني الناحية القتالية كولر بقى على جانب اخر هو مزيج من ده لكن معا كمان انه بيتعامل بشكل عاطفي ذكي بيعرف يحمس اللاعبين بشكل فيه عاطفة بيخليهم دايما في حالة حب و رغبة في الانتصارات بيقول ان هو قائد منظم جدا بيعرف يستمع في نفس الوقت لللاعبين فبالتالي ده ميكس يخليه هو بالنسبة له افضل من جروس اللي كان بيدرب الاتنين في وقت السابق فقال ان هو طريقتين مختلفين تماما لكن نقاط القوة على ناحية قال لي على مستوى بقى التكتيكي فكولر افضل كثيرا من جروس ليه نقاط القوة بتاعته قال لي ان هو اولا بيقرى المباراة بشكل رائع في توقيت سريع جدا من بداية المباراة وتحديدا كونه لعب وسط سابق ما خليه بيعرف يقرى الملعب بذكاء لعب الوسط برضو بيعرف يشوف الملعب اكتر من غيره هو بيعرف ينظم الفريق بشكل رائع القصة مش على مستوى التكتيكس ان يلعب 4-4-2 ولا 4-3-3 ولا 3-4-3 لا اهو بالنسبة له بيعرف يوقف اللعيبة صحة في الملعب وبالتالي دايما بيعرف يطوع امكانيات اللاعبين لخدمة الفريق فاي اي امكانيات موجودة قدامه في الفرقة بيعرف ان هو يطلع منها المناسب لها تبقى لللاعبين الموجودين يعني لو تعامل مع فريق كبير في لعيبة كتير نجوم يعرف يعمل منهم ماتشات كويسة لو لعيبة اقل يعرف برضو تبقى لامكانياتهم يعمل ماتشات كبيرة والاهم حاجة عنده انه عقلية الفوز دايما موجودة عنده ده كان حوارنا مع رامون فيجا ما فهمته وباقتصار لان هاني سأله اسئلة زكية والمقارنة بينه بن جروس وواحد عنيف ويعتمد على التحميس وفرض السيطرة والتاني عنده دي بس من خلال الحب والقناعة اي يعني انا مسيطر عليك بالقناعة والحب وعلى فكرة دي اقوى انواع السيطرة لانك بتخليني بنفس اللي انت عايزه بس بشغب مش بخوف او بضغط نمر اثنين انه قارئ جيد للملعب بسرعة طبعا كل شوية بيؤكد على انه هادئ ومبتسم كمان انه يستطيع ان يستخرج افضل ما لديك لو عنده مجموعة كويسة من اللعيبة يقدر تتعامل معهم ويخرج طب لو عنده مجموعة قل فنيا حيوصلهم ان يقدموا افضل ما لديهم كما لم يقدموه هو دي اهم حاجة عندي في المدرب انك تخلي اللعيم يقدم افضل ما لديه بقناعة وبحب والتزام ان فعل هذا يبقى بإذن الله معشرات تجيب نتيجة واتمنى ان يفعل هذا لان انا برضو دعبست وسألت ووصلت النفس المعاني دي يعني الانطباع اللي موجود من خلال التدريبه بتاع والمساحة اللي بيقضيها في الملعب والفترتين بتقول هو عايز يسيب او يطبع اللعيبة عليه على اسلوبه بسرعة اول مرة اشعر لفيه فترة اعداد قوية فترة اعداد بشكل عامل قوية لضعيفة البقى كانت بتلصم اللعيبة عشان تخش بيها انما دي فترة اعداد بمعناها الحقيقة قياسات تدرك في الاحمال دخول المصابين بعد التأكد من شفاءهم تباعا فترتين مؤكد كل فترة بيعمل فيها حاجة غير التانية هذا كلام لما شفته عندما نوجسيه هو عجبنا جدا وكنا بنقول احنا ليه مش بنعمل كده بعد كده الراجل ده بياخد بالاسباب واحنا خدنا بالاسباب وجبناه ارجو ان تفاقلنا بإذن الله يجد صدا في ارض الملع طيب الحقيقة وإحنا بنتكلم على انه اللي حدث للأهل المسلمين اللي فاتوا كل واحد حريص على جمهور الاهل وفرحة جمهور الاهل وساعدة جمهور الاهل بفرقته وعلى ان الاهل يحقق اهدافه لازم ينتبه للاخطار اللي حصلت للمسلمين اللي فاتوا لانه للأسف كتير منها تكرر بامتياز وده لازم اننا ننتبه ليه لكن اللي هو مش في ايدنا اخطاء الحكام اخطاء الحكام كمان تكررت بامتياز رائع نفس التحامل نفس المجاملة نفس الازواجية في المعايير اتكررت عرضنا الاسبوع اللي فات فيديو مجمع للاخطاء الفنية القاتلة اللي قدت الى اهدار نقاط من الاهلي بشكل مباشر انت بتتكلم في 12 نقطة او 14 نقطة في عشر نقاط حقيقية ضاعت النقاط فيها بسبب الصفارة او بسبب التضارب بين الفر والصفارة على الناحية التانية استفاد الزمالك من اخطاء التحكيم انه اخد 8 نقاط بدون وجه حق وهنا الرأي تاني مش هيكون رأينا برضو نفس المنهجية ونفس المعيار انت حنت نتكلم على تقييمات خبراء التحكيم بعد كل مباراة كان رأيهم من مباراة لمباراة زي ما حصل مع الاهلي للامانة وللموضعية نشوف ما حدث مع الزمالك في هذا التقرير تسبب ضربة جزاء من وحي الخيال انا بحي لعبتي وبشكرها بالرغم من الهدف الاول الظالم واعتقد ان ده اثر بشكل كبير جدا يا ناس اللي مالوش ظهر بتضرب على بطنه يا ناس كده كتير هو ده امتداد للموسم اللي فات ولا ايه انا مش عال التاني جي بص الايد والدفع بتاع المسلوس يبص ايده بيزق ازاي بايده خلاص الخطأ موجود وكان لابد من احتساب اراك الجزاء اراك الجزاء المولين صحيحة حاكم احكاساتها لاحظ تنفيذ اللعب المولين العرب في لاحظة اللمسة او قبل اللمسة كمان محمد عواد مغادر بكامل رجلي الاثنين خط المرمس وبعد كده محمد عواد حرس مرمس زمالك تصدى للكورة وصدها كان لازم بيعاد رجل الجزاء مرتان اشتركوا في القناة فهنا زي ما احنا شافينا طالما الرجل خلاص ارتفعت على الارض خبطت فيه اللعيب وهو بيجري بالشكل ده وما زالت الكرة في الملعب ركلة جزاء يا ناس كده يا ناس كده كتير كيف تنقرمي طلوع انا الله يمسيب الخير يعني اعزا اقول بس يعني هو طبعا الكلام معاد ومعاد 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 لان الحقيقة اللي خلانا نشاور اني لا ده كان مش اخطاء عدم ضرايا لا مش لا كانت اخطاء مقصودة بما شاهدناها في ماتش لوسيل يعني اعادة ضربة الجزاء دي شورة نشوف الصورة دلوقتي بتاعت يعني ماتش عرضناها لسبوع مولي واحنا دخلت بقى في اللي حصل في الاهل ادي هو اللي رصد رصد سبعتاشر نقطة وانا بقول لكم ما فوق العشرين نقطة بس هو هو الاخطاء اصلا انت ممكن تكسب والحكم يظلمك يعني مثلا فيه ماتشاط انت كسب هيا خمسة تلاتة ادارة وقت الادارة مش وقت العدالة فانت ممكن تتظلم لكن انت خدت تلاتة نقاط فدي ما لهاش تأسير احنا بنتكلم بقى لما الاخطاء اللي سلبك نقاط قلبت النتيجة قدل لأ طب ونبي بص دي ماتش المولية انا عايز اسأل سؤال اه الحكم بيعمل ايه اه مد ضعروا للحارس يعني باصص كل همه على الدخلين على مين اللي داخلوا وداخلوا وما منعهمش ما منعهمش وبعدين لا شاف اللي نفذ نفذ ازاي ولا شاف الحارس يعني يا جماعة ده وضع حكم ايه حكم ايه طب بص لتاعة تلوسيل لو موجودة بتاعة تلوسيل على طول الحكم امعايد واللاينز مان شاور خلاص خلاص غير ده يا جماعة مهم جدا الايام دي لانه الايام دي مستر كلاتنبرج الانجليزي رئيس لجنة الحكام بيرتب للموسم الجديد في كلام كتير اوى حوالين انا غايد بعد شاكلاتنبرج ده الا ايه قاعد بيتعشى يقل الملوخية ما هو لو كنتنبرج كان الملوخية يبقى عليه العوض ومنه العوض لانه انا بطالب الاستاذ جمال علام واتحاده الكرة حماية هذا الرجل حمايته بجد لانه اولا انت بتدفع فلوس وبتدفع فلوس كتيرة انت بتدفع 40 الف دولار فقط الراتب بتاعه مع كل اللي بقى اللي انت هتلتزم به اتجاهه عربية وسكنه كل حاجة فانت وانت بتدفع الكلام ده كله يضيف ويطور يأكل ملوخية وعليه العوض يبقى يا اما توبقى جاي بواردة في عروض الجاكت اه ونستخبى وراه وقلتوا اجنبي جبنالكو اجنبي الراجل ده هيتحارب هو جاي عايز يعمل حاجة هو عايز يعمل حاجة واضح عايز ينجح ساعدوا يا أستاذ جمال في النجاح ان انت تحوط عليه وتبعدوا على الملوخية نطلع الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي فيه نوعية حتى لما تخرج منه تفضل شايلة قمته وعارفة دوره وفضله عليها على فكرة واحد من دول الناشئ محمد شكري محمد شكري ناشئ الاهلي استغنى عنه بيع وشيرة لانه كان قعير سنتين لسموحة بكشمال الفريق شاف ان في الفترة دي محمد أشرف ممكن يكون هو ورقفة خليل محتاجين ياخدوا فرصة فمحمد شكري تم انتقاله الى سيراميكا كيلوباترا انتقال ببيع نهائي لما تشوفوه هو بيودع الاهلي وبيشكر في الاهلي وممتن جدا لدور الاهلي عليه وبيقول ده بيت الكبير وان شاء الله بقول لجمهور الاهلي الى لقاء هرجع تاني دي النوعية بالمناسبة النوعية دي حستها عند لاعب موهوب واحنا بنكلمكو صالح جمعة بيعلم فسخة عقده مع سيراميكا كيلوباترا بالتراضي وبينتقل انتقال حر الى الاسماعيل بعقد المدة ثلاث مواسل صالح لعيب كويس لعيب مش كويس لعيب من لعيبة اللعباقرة صحيح عنده كل حاجة الا حاجة واحدة انه يحب نفسه ويحب الكرة ويلتزم بقى شف هو وراي على فرقة ممكن يلعب مع الكرة حيجا ايوة يمتعهم ويمتعهم يعني هو ستال اسماعيلي كده بيلعب الكرة الديقة اللي فيها نقل كتير اللي فيها نقل تحضر كتير وبعدين تنقل نقلة سريعة يعني المزاج الكرة فانت وفرصتك الاخيرة صالح يعني انا اتمنى ان الناس تعرف تستمتع بيك اكتر من كده فباذن الله ربنا يكون يعني يعلمك حاجة من الفترة اللي فاتت صالح اتسأل عن اصعب لحظة في حياته كان في حوار في اون تايم سبورتس اعتقد مع كابتن شوبير نشوف بعد فاينال افريقيا اللي كسبنا مع الزمالك ايو نعم فساعتها فساعتها اكلمني كابتن سيد بعدها بعشرة ايام قال لي احنا جابين لك عرض من ملتشيك ملتشيك اه اه لمدة سنة ونص عليناك ترجع النادي تاني اه اعرع من النادي كويس فطبعا كلمني قلت له كابتن انا حبيب ان انا مش خالص مم قال لي احنا حبيب ان احنا نساعدك واحنا بنحبك وانا وف جنبك وشوف اللي ريحك احنا انه اعملهه لك اللي ريحك مزبوط كويس قلت له احنا نفسخ العقد بالترادي وانا النادي ده واقف جنب كتير جدا انا كابتن سيب اه وانا عمري في حياتي ما انسا خير النادي ده علي والموضوع يخلص بشكل فويس بالشياكة وبشكل محترم مم قال لي طيب خلاص انا اتكلم مع كابتن الخطيب وهارجع له رجع لي تاني كابتن سياد قال لي مش مشكلة تنقور فيه وقت وانت بتمضي على المخالصة وانت ماشي من النادي بصيت وراك قلت ممكن ارجع تاني معنك دمعت وانت خارج من النادي الاهلي اه طبعا يعني كان اه هتأسوأ لحظة في حياتي يعني ان انا خارج من النادي الاهلي خارج خالص اه فحسيت ان انا بجد كانت اصعب لحظة في حياتي وانا ماشي يعني واضح ان هو تأثر بخروجه من النادي الاهلي لكن برضو قل لي بقى انت كنت اه في القلب الملف ده اه طبعا شوف مفيش جدال ان صالح جمعة ظلم نفسه جدا 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 والمسألة عند صالح جمعة كانت واضحة عدم التزامه خارج الملعب في حياته الشخصية واللعيب اللي ما يقدرش يسيطر الى هذا المستوى على حياته خارج في الوقت اللي كان فيه في النادي الاهلي لان تعالى في النادي الاهلي مشكلته انه في اي مكان هتلاقي جمهور اهلي اي فكانت اخباره بدقة كل يوم موجودة في النادي الاهلي لعيب اقولك لعيب كان يستطيع ان يحلق فيه مكانة كانت الناس هتعمله في الكرة ما امات لكن هو محبش 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 تاريخه محبش ان هو يأجل المتعة الى ما بعد متعة كرة القدم ما انت عندك على رأيك يا ابن الصالح يعمل قبلك عشر اتنشر سنة وعندك عمر بحال يعمل فيه كل اللي انت عايزه حتة انك تبقى ليه كبير يقدر يوشوشك ويقولك الصحم الغلط دي مهمة جدا جدا وشكده بقولك اللايب كوتش في اللعيبة اللي زي صالح جمعة دول يغير حياتهم يغير يغير مصير يعني متخلد النادي الاهلي لو كان صالح جمعة ده بحالته موجود النهاردة كانت النادي اللي قالي ده يعني صفوفه اكتملت الى اي حد لعب هدف ولعب دريبلر ولعب بيشوت ولعب بيباصي ولعب ياخد قرار كل حاجة عنه صحيح الا انه يبقى جاهز انه يلعب تسعين دي بحالته ودي نتيجة ولذلك انا برضو حتت انه يعني هو قالت عليك قالك كابتا السيد قالي تطلع سنة ونص المصلحتك وتعاله لا سيبولي خالص ونفسخ العقد بالطراضي ونخرج بالشاكل والنهاردة وانت وانحنا بنتكلم كده في اللحظة دي عمل ايه نفس الحكاية نفسخ العقد بالطراضي ما انت ما وفسخ العقد بالطراضي حاجة ممكن تحساب لك انك انسان مش بتاع مشاكل لك تتحسب على ضدك طب وليه الناس بتوافق صحيح انك تمشي صحيح يا كابتن صالح انت لاعب تستطيع ان تحقق ما لا يمكن لغيرك ان يحققه شيء من الجدية وشيء من يعني ايه التضحية ضحي شوية ضحي خارج الملعب مش ضحي في الملعب في حواله مع كابتن شبير الحقيقة كان صالح جمعة واضح قدي ايه اهلاوي وقدي ايه حاسس بجمهور الآلي ومقدر مكانته عند جماهير الآلي لا طبعا واضحة جدا لكن كمان كان رأيه في زميله بقى في سيراميكا شاد حسين المنتقل للآلي مهم جدا رأيه ونشوفه لا لا استفاد بشكل كبير جدا من شاد حسين اه على المستوى الشخصي هو ملتزم جدا شخصية ملتزم يعني ادم خلوك اه متواضع جدا مكتهد جدا في التدريبات مكتهد غير ان هو بحب ندر اهلي من الزمان هو اهلاوي مشجع درجة تالت مشجع درجة تالت ايه صحيح فكان بدايتي مع شاد جابت ان لما رأيك سيراميكا كان شري بحس ان هو متضايق مني ياه بدايتي مع شاد والله اه يعني في بداية اول شهر شهرين حد ما قربنا ببعض وبيعنا صحاب جدا اللي هو منقطر حبه في ندى الاهلي ياه كان متضايق منك عشان النادى الاهلي كان متضايق مني تصرفات صالح في ندى الاهلي مع ان هو كان موجود كان ممكن يفيد ندى الاهلي فكنت تحسه متضايق يفيد اللي هو بيتكلم عليك اه وغير كده ان انا عرفت من زمايله في سراميكا لانه طبعا تنبقى له سنين في النادي انه ما بيستحملش كلمة على النادي الاهلي يا خبرة بيض دي حقيقة الالف حقق غير انه راجل اهلاوي طبعا قوي جدا سريع جدا فانش تراك الكويس جدا بيشتغل برجليل يمينو بالشمال صحيح هيدرز كويس يعني انا اعتقد ان النادي الاهلي سفد بشكل كبير جدا من شدي حسين احسن مركز لشدي ايه استراكر لكن المساح لا ياخده شدي حسين في النادي الاهلي اعتقد الرجل ده ممكن تجيبه 30 هدف في السلام يا سلام للدرجة دي اه والله جب يعني طبعا ده دي جملة دي من الجملة لما تتخبط كده تورط اللعيب اه انك تجي بجوان كتير دي مش مرتبطة بيك لوحدك مرتبطة بالفرقة حتى تساعدك وتخلالك فرص قد ايه وعندك زمايلك جنبك هدفين والمساح اللي هتلعبها وقت قد ايه من كل المباراة فعايزين ننسى التعليق الاخراني ده يا جماعة فرق لعب المنافس عايزين مقارنة بالاخرين ضدك لا دلوقتي مش حلقة للمساحات اللي كان بالقية بالضبط انما انا متفق معه لعيب قوي جدا سريع جدا هدفش عنده شخصية مؤكد اه صحب قرار بيختارات صعبة لكن اطرف مقاله اللي كنت حسن انهم مش بيحبني ليه قالوا عشان اللي عملته في النادي الاهلي وحسن ان انا كنت مهثر معاهم اه فجملة جميلة جدا بس صادقة جدا يعني اه انه كان بيتعامل معاك كان مشجع ايوه يعني في الاول ما كانش بيحبيه بس كمان شادي الترس يعني يعني في مشاعره لما بالطريقة دي اه اه طيب احنا مش عايزين بقى ان نقعد نركز على انه شادي قيمته في حبه القلي اه مهمة جدا شادي قيمته انه حب انه يبقى لعب كبير على فكرة دلوقتي كمان بيراملز بياخد مصطفى فاتحي اعارة لمدة سنة من التعاون السعودي دي بقى يعني اخبار اللحظات الاخيرة في قبل غلق باب القيد عند الساعة 12 الدينة متشقلبة خالف اه يعني يعني صالح جمعية يفسخ مع السيراميكا ويروح لإسماعيل نعم بيرامز دونجا وعمر جابير يرمشوا اه وراحوا زمالك اه 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 وراح لهم مصطفى فاتح الشكل المصري طبعا جلده يتغير بنسبة 70-80% اه عندها السيراميكا احسن احسن تريد بيحصل مع السيراميكا لاعب قدام لاعب ما فيش فلوس اللي انا باخد احتياجة ونت بتاخد احتياجه واحنا اتنين بنستفيد وفيه تعاون كويس اوه مع الاهل واضح ما فيش عند ما فيش شطارة ما فيش حد يتنطط على تاني مه فيه تقدير كمان من الناب محمد ابو العينين لنادي الاهل والكابت الخطيب يعني واضح انه العلاقة حتى على المستوى الشخص فيها تقدير هو كرجل اعمال عملي اه وبعدين هو مختلف يعني أستاذ فرج عامر كان عنده شغف في الكورة فهو كراجل عمال تشعر أنت بتشوف عمالك إمتى يعني هو كورة شغلاة وشغله أن يبقى بيفهم في الكورة وكوتش وعينه كويسة على اللعيبة ويكتب لا دلوقت هو ما زال عاشق للكورة شوف قراءه وأنا مرة قابلته قال لي لأ وبتدي يكلمك في الكورة ولكن المدرب ده بيعمل مدرب ولذلك هو بيغير مدربين كتير كان لأنه عند وجهة نظر مش لاقي ضلطه يعني المدربين كلهم كبار وحققوا معانا جاعات كلها حقات عمل فده عنده شغل بكورة الأستاذ أبو العنين لأ رجل عمال عنده مؤسسة علامية عنده بيزنس من أنجح طب أنا وأنت في اليابان مش شوفنا نفق معمول إهداء من السيراميكا كله يعني اليابان استخدمت السيراميك بتاعه فهو ريا يعرف تواصل وما يروح يدي لهم السيراميك بتاع النفق يعني فتح السكة فهو مركز في ديه وسابه كورة لأهل الكورة فمش شاغل نفسه أن يعمل صفقة يطلع منها شاطر أو بتعلقة يعني ولذلك أنت تشعر أن السيراميكا مستقر يعني أحمد سامي كمان ده مدرب يعجبني جدا 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 ولون النتاجه في الآخر يعني خزالته شوية لكن بينه بينك عنده شخصية عبقاري يعني عنده شخصية له طعم لوحده كده أي فيه مدربين كده يعني تقدر تقول له ستايله أنا استوقفني لما عرضوا عليه يدرب المنتخب الأولومبي رفض وقال لهم يعني أي حد يتمنى يدرب منتخب بلده بس أنا فنيا أميال أن أدرب أندية عايز أفضل طول من حبه في الكورة عايز أفضل طول الوقت شكرا لكن المنتخب الأولومبي أنا هشتغل فترة قصيرة مش مناسبة شخصيته الفنية وعده زكاية عارف أنه لو راح المنتخبات دلوقتي ما يتغطي عريان يعني ما تجربة إيهب جهلات تخوف وتجربة حسام تخوف الكباتين كبار دول يعني ما يتعملش معهم كده طيب قناة الأهلي لدى الزميل محمد شبانة وأداء قناة الأهلي لما يبقى فيه رأي محايد وحد مهني بقيمة محمد شبانة كصحف كبير يبقى رأيه مهمة نستمع إليه أنت قدينا مساح جميلة مع الرجل ده نستمع له قناة الأهلي التلفزيونية ليت حفوظات كتيرة عليها في بعض حاجات كتيرة جدا لكن بحس برضه أن هي لسه متمسكة بالحد الأدنى من المهنية بصراحة متمسكة برضه تحس برضه أن الأهلي كلاس كلاس إيه يعني تحس أن الأهلي كده يعني عارف أنت الرجل اللابس البدلة شيك تحس أن الأهلي كده بصراحة حتى في صدماتهم حتى في اختلافاتهم حتى في أزماتهم في الكلام ده تحس أن الأهلي برضه بيهتم جدا بشكله فيه ناس تتخانئ تردح فيه ناس تتخانئ تشتم فيه ناس تتخانئ تبقى لابسك جلاليب وتقطعها وفي ناس حتى وهي بتختلف في حاجة أو في موقف بتبقى محافظة على القيمة بتاعة النادي وده أنا بلاحظة حتى في إعلام الأهلي أو في تصريحات مسؤول الأهلي أو كل من يمثل الأهلي وده شهاد الحقيقة تقال يعني بالنسبة ليه أن دي الأهلي ما قمش الشرشح وده حاجة خليها الأهلي في حتة تانية يعني عمرك ما تلاقي في ريال مادريد شرشح عمرك ما تلاقي في برشلونة شرشح عمرك ما تلاقي في ليفربول شرشح عمرك ما تلاقي في منشستر نايت شرشح عمرك ما تلاقي في ليفانتس شرشح عمرك ما تلاقي في الميلان شرشح على الأندية الكبيرة كبيرة لأنه هو ليه برضو أمدش هو الكابتن معابة شبانة ما تلاقيش في الأندية الكبيرة شرشح وحطت الأعلي لأنه يراه كبيرا مع الكبار الحقيقة الكلام ده يا جماعة ليه؟ أنت تبدأ تهلفط وتبدأ تشارشح وتبدأ تتجاوز وتبدأ تغلط لما تفقد المنطق والحجة والرأي والرصانة ويبقى لك أجندة فأنت لو فاقت دول أنت من الناحية المهنية مش هتقدر تعرض رأيك لب منطقية ولا هتدافع عن وجهة نظرك لب حجة ولا هتلتزم بإطار سليم طب إذا كان إعلام النادي الآلي عنده هذا القدر من الوضوح لأنه بيدافع عن قيمة كبيرة وبيخاطب جمهور هو الجمهور الأكبر إيه اللي ينقصوا وإيه اللي يحتاجوا علشان يسف أو يبتزل أو يهبط أو يستدرج لأي نقطة تانية أو يتغافل على أنه بيعبر عن نادي بتحكمه منظومة قيم لأن مش من فراغ أن ده النادي الآلي عنده إطار من القيم والمبادئ ملتزم بها تاريخيا إداريا ما ينفعش يتصرف برى الإطار ده ورموز النادي الآلي وشيوخه الكبار لما بيشوفوا تصرف بيبقى كلامهم لا الأهلي ما يعملش كده مش هيسمح لك أيوة يعني أنت هي العمل في النادي الآلي الآلي الناس على دينا ملكين ده مثل فيه قدر من الصحة بتعمل اللي يرضي القيادة بتاعتك هو الدين طبعا في القلب ما هتش يقدر فرده على حد لكن هو المثل عادي يقولك أنت سوف تلتازم بما يريده الحاكم أي ففق وده حقيق النادي الآلي لما كان يحصل حاجة إحنا مش عملين نضرب مثل لما لعيب عندك اتشتم بالجمهور بألفاظ بشعة لمجرد الرد عليهم وقالوا ما تروحش ترد عليهم وملتزمش اتشطب أي من رجلي أفضل لعب كرة طيرة مش عديم يعني باستمرار لكي لا نضايقوش لكن هو واضح أنه كان مش قادر يسيطر على غضبه كان أهم لعب في مصر احنا مش بنقول على اللعيب يعني أفضل لعب وقتها فعلا فالحقيقة وكان لسا لعب له 4-5 سنين يعني فطبعا لأن الأهلي ما يحبش أن ينتسب إليه شخص بيعمل كده حصل حاجة فطرة اللي فاتت دي برضو تخليك تعرف أن مدرسة الأهلي موجودة الحادث الغريب اللي محدش لسه شرحوا بتفاصيله ده غريب جدا لأن بعض الماتش اتنين اللعيبة في فرقة واحدة أحمد رفعت وجنش بيضربوا بعض بيضربوا خناقة الناس متحوش بينهم بيقول لك هم بدأ الاحتكاك وهم بيسخنوا وسكتوا وعودوا بقى لضرب إذن طب رد الفعل كان عامل إزاي مين دولاب العمل المسؤول عن فيوتر كبتن أحمد شغير وعلي ماهر وعلي ماهر المدينة الفن هي مدرسة من غير ما تقصد أنت مش تقول لما أعمل زي اللي بيحصل في الناس الأهلي أنت تعودت لألا تقبل مثل هذه السلوكات وترى خطورة أن يمر الأمر مرور الكرام بنسمع لأن فيه عقوبات غير مسبوقة أيا كان توصل لإيه وممكن التحقيق يوصل أن فيه واحد منهم يتعاقب أقل من تاني مش عايز أنا يعني أفرض أو أضغط على حد يعني تقال أنه تعرضوا أو تفرضت عليهم عقوبة كبيرة عرفت أنه تقريبا مليون جنيه عن كل واحد يعني بصرف النظر لأنه ما حصل تجاوز مش طبيعي لا صدق أقول إيه أن أنت ماك للنادي الأهلي وجودك فيه فطرة طويلة مع اختلاف طعمه كل واحد فينا يعني كل واحد فينا مش بتصرف ذات تاني لكن بتيجي في حتة السلوك أو القيم معظمنا نتصرف زي التاني مش ذات تاني زي اللي تعلمه زي اللي شافه بالضبط وده أنا ببقى عندي الإلحاح والإصرار عايز كل ولادنا اللي بيلعبوا اللي بيتمرنوا اللي بيحبوا اللي بيكتبوا اللي بيشجعوا يتحلوا بالجينات دي ده كلام مهم جدا مع هذا الإصرار وهذا الالتزام من قبل الأهلي ولعبيه ومسؤوليه يتعرض الأهلي كتير للرقم الإعلامي على فكرة ده ملحوظ جدا مش بس في الداخل ده في الخارج الزميل والمحلل الكابتن ميثم عادل نجم الكرة العراقية والمدرب والمحلل الشهير الرأي في هذا الجزء مع كل احترام الإعلاميين هؤلاء الإعلاميين الدقلاء اليوم الموجودين في الشارع الرياضي لأهداف خاصة ولأغراف خاصة يريدون أن يثيرون الشارع الرياضي لأي سبب كان ضد الأهل المصري الأهل المصري صاحب 142 بطولة صاحب البطولات التاريخية الكبيرة وربما هو ينافس ريال المدريد على البطولات العالمية فبالتالي هناك حقد هناك حقد وغل من البعض بكل أسف أقول على هذا النادي الكبير والصرح الكبير لماذا؟ لإثارة الفتنة بين الجماهير لإثارة الفتنة بين الإعلاميين لإثارة القنوات الرياضية للاستفادة الشخصية للاستثمار والتسويق والشهرة أنت عرفت كيف؟ مو هدفها هدفها يعني سليم أو هدفها نزيه لا بالتأكيد أنا من وجهة نظري لا هناك يعني بكل أسف بكل أسف مثل ما ذكرت لك ممارسة التضليل والتدليس يعني ممارسة التدليس وهالتضليل الناس موجودة للإساءة للنادي الآلي هي لدي المدرسة اللي اللي ما بيعملهاش يعني إما هتيجي تقول له واحد شوف ده ما تعملش كده فميسم عمالي شارع النقط مهمة جدا ويوضحها ويبروزها طيب كابتن ياسر ريال حاولوا يستغلوه ويسخنوه ضد الآلي عشان ابنه مشي من الآلي راح السراميك يا ترى سخن معهم والآل نشوف خلاص يا أحمد ضن مثلا فارس السراميك يبقى خلاص ده كلام يحترم وأنا بقول لك من خلال برنامج هنا أنا مساند للنادي الآلي طبعا أنا بقول عموما ابن موجود ابن مش موجود أنا مساند للنادي الآلي أنا بحب النادي بحب الكيان طبعا حتى انت لاحظ كده النادي الآلي وهو بيبقى في أسوأ حالاته تلقين أنا أنا صبرت لي مش نفاق ولا ريال ولا بيستغلوه طبيعي كابتن ما أنا بقول لك فلو طبيعي أحمل بقى موجود جوا النادي برنادي مش دي بتاعته يعني طبعا مؤكد أصل ياسر إخلاص النادي الآلي هو وضحه زمان أنا بقول لك الخلاف وصل إن المنصورة عايزة مية خمسين ألف مقابل السيغنم الأهلي الكابتن صالح قال مية خمسة عشر مش هزاود ملي فالكابتن ياسر كلمني قال لي هتبوز عشان خمسة عشر ألف كابتن وطول طبعا أنا حعمل ما تضغط معايا خلاص بقى احنا رفعنا من خمسة سبعين لمية خمسة عشر قال لي لا هو انت مش هتدوني فلوس اكتب الشيك فتكلمت الكابتن صالح قلت له هو مستعد ما يعني يتنازل عن خمسة عشرين ألف إذا كان له مستحقات يتنازل منهم على خمسة عشرين ألف قال لي هو ما تنزليش هو ياخد الشيك يعمل بالله هو عايزه منطق برضه أنا ما يتنزليش أنا منه ليهم هم هو حر شايف أنه يعني حابب الأهل لدرجة أنه مش فاري معانا يديهم المبلغ ده ما يجيبه يبقى ما يجيش في يوم الأهل يقول لي أنا ما خاتش وفعلا لدرجة أن أنا تصور أنه فكرت يعني سعب علي قلت لهم طلعوا لي تلات شكات قلت لهم إذا قلت لهم شك بمية خمسة عشر باسم نادر منصور وشكين واحد بعشرين واحد بخمسة باسم كابتن ياسر قلت لهم هحاول أدلهم أبو عشرين وأقول لي ياسر خدت الخمسة دي بقى يعني فانتس بيها ما كان مبلغ مش وحش بقى لكن طبعا لما روحت أنا بطلع على الشكين كده بقول لهم دول بتوع ياسر ياسر تعايز ايه في يوم واحد بعشر واحد بخمسة عشرين فالنزيز أو المدوب البني خاطف الشكين من ايدي قال لي لا دول وطلع المنصور قلت لهم رجل سيب له بخمسة ده بس يخش بهدية للبيت يحس نقل النادي الاه قال لا يا باش مواندس احنا اخديك قرار بك ده بسيط لي ياسر قال له خلاص سكبت ان انا مسامح طيب ده ياسر ريان انك انت تلاقي اعلاميين عرب يشيدوا بالاهل يشيدوا بالزمالك ده كويس وللمرة التانية والتالتة والعشرة يشرف الكورة المصرية جدا انك تسمع اشقاء عرب او حتى اجانب عمتها يشيدوا بالانديا المصرية الاهلي يسعدوا جدا ان الناس تتكلم على الاهل قيمة والزمال القيمة والاسماعيل والاتحاد والمحل وكل انديتنا لكن الملاحظ انك انت تلاقي ناس لمجرد ان اي حد يشيد بالاهلي او يقدر قيمة الاهلي وهي بالفعل مقدرة ومحفوظة تدايق الناس ليه الحساسية عند البعض لمجرد ذكر قيمة الاهلي الناس دي لازم انتاخد بالها من نفسها في الجزئية دي لانه فعلا الوضع حالة فعلا مش مفهومة لمجرد انك تسمع رأي ايجابي جدا في قيمة الاهلي تلاقي المسألة بازة صحف السعود الاستاذ احمد العجلان بمناسبة مباراة تلقى الزمال الزمالك نادي كبير بس الاهلي النادي الاكبر في افريقيا ده كلمة زميل احمد هتحود برضي هو بيتكلم على قيمة الاهلي بيتكلم على قيمة الاهلي الاهلي النادي الاكبر في افريقيا دي محتاجة حد يختلف فيها ده بالارقام والبطولات والحقائق والتاريخ وكل حاجة الاهلي كبير القرى الافريقية يسعدوا جدا انه الزمالك يكون حالة كويسة ويسعدوا جدا انه برمز الاسماعيل وهكذا كل الاندية لكن محدش يغفل قيمة الاهلي كبير العائلة الافريقية ده الزميل احمد العجلان اللي الحقيقة تواصل معه زميلنا العزيز الأستاذ محمود شاوي النقد الرياضي وسألوا عن اصارته للجدل في هذه الجزئية نشوف انت عمدت دكرة كبيرة جدا في مصر 48 ساعة لأخرين نشرح للناس بقى ايه حصل ابدا انا لم أكن مخطط للشيء هذا اتكلمت بطبيعتي بتلقائية لما قلت ان المناسبة تكبر لو الاهلي المصري كان مع الهلال الاعتبار الهلال كبير اسيا لما يلعب مع كبير افريقيا يكون حدث اكبر بصراحة دون تقليل من الزمال كد الزمال لها تاريخ واسم لكن يكون صادق مع بعض الاهلي مختلف مختلف لما تتكلم عن الاهلي تتكلم عن حاجة مختلفة في افريقيا فلازم يعني انا قلت انطباعه ورأي لا اقل ولا اكثر لكن توقعتش يكون الضغة جديدة بهذا الشكل لا يعني عندي واحد محقق وصل لرقم 14 ونسخة في الدول شكت ازاي الصدر اللي حصل في مصر حل حصل الصلاة بينك والمصريين حصل عتاب انا اتفاجأت بصراحة شلوان عرفت الصدر لما قمت الصباح بدري يعني انا اصحى بدري صليت الفجر رجعت نمت ساعة ونص كده رجعت صحيت اشوف فيه اتصالات من ارقام مصرية فانا عندي صاحبي مصري انا بعت له الارقام اقول شوف الاسماء ذي فكان اكثر اعلاميين بعضهم ما اعرفهم لصراحة فما ادري اشيبون الى يومك ما ردت على احد ولكن الحقيقة ردت الفعل وصلت حتى الزميل السعودي في مصر كلمني قال انت عامل ايه في مصر قلت وش واجد تاكسي بيقول في صحفي سعودي قال كده وكده قلت والله انا جت كده رامية من غير رامي وان كانت هي قناعتي هي الميزة في الموضوع انها قناعتي اللي مؤمن فيها وما رح تراجع عنها الاهل كبير مصر وكبير افريقيا والهلال كبير السعودية وكبير اوسيا يعني هو حاجة غريبة يعني عملين نقص الراجل لهم والله انا لم خطط انا قلت رأي وقناعتي وتعرضت الزر واضح ان فيه ناس يعني كلموه وبعتوله رسائل يعني صعبة يعني قال بحث عن اصحابه عرفت انهم اعلامين مصريين وقال بطلت ارد اذا يعني حاجات ضيئته يعني وبعد ان هو ده رأي ومش على هذا الكلام في البرنامج بتاع الاستاذ وليد فرق الاستاذ احمد الزهير احمد يقول ما فيش مقارنة تاريخ الزمالك اكبر من الهلال يا وليد ضيوفك حاولون مجاملة الهلال رغم انك انت تعرف ان الزمالك صاحب اكبر شعبية في الوطن العربي احمد الفهيد ماشي تتفق الكلام ذا لا طبع لا طبع complicado انا الأهي外 المصري جماهيرية وضعية على العالم العربي ولا مقارنة في ذلك لا يتنافس الهلال ولا اهلي في ذلك هذا رأي زى مين يعني بطولات وجماهير زى مين يعني عندنا الهلال قلت لك الهلال والأهلي المصري هم اللي يتنافسون على مستوال العالم العربي على مستوال بطولات والجماهير طب عرفنا بس ذا رجال زمالكاوي عزيز زمالك فريق كبير ولو جماهيرية كبيرة ولكن لما نقارن نقول الحقيقة جماهيرية لأهل المصري كبيرة وبطولاته عظيمة وكذلك الهلال في المملكة العربية السعودية وكل الاتنين علم بسؤول على العرب هذا الحوار عزيز زمالد الفرق ده واحد من أعرق الإعلاميين مش بس في السعودية في الوطن العربي وهو على فكر إعلامي يعني خلي بالك إعلامي صارم موطف يعني فما بيجملش طريقته في العديث أحيانا تبدو يعني صدمة كده الحوار ماشي في سك نفس الطريق الشعبية الشعبية يعني بيستغرب من حاجة والناس لما بتتكلم عن الشعبية هي دي أراء شخصية يعني الحاجات الموثقة خلاص خلصنا من زمن كلمني صديق مغربي كان كابتن طريق مصطفى هو بيدرب أولمبيك أسفي في المغرب وقال إنه شعبية الزمالك في المغرب أكبر من الأهلي فالرجل بيقول لي طب هو أسها إزاي مدينة أسفي مدينة صغيرة واخدلك إزاي أنت اعتبرت يعني عايز تجامل على فكرة تقدر تجامل بس هي الفكرة كلها الناس اللي بتتكلم بأراء مطلقة جايبة ده منين يعني أنا مقدرش تتكلم على منطقة أنت ملفتش ولا عرفت الناس فما بالك على يقولك إيه في العالم العربي في الوطن العربي بشعبية النادي الفلاني خمسين مليون العالم العربي كله على بعضه مش جايب كده برجال وأطفال فأنتو يعني الشعبية والكلام ده ومين أكبر أنت بتتكلم على قياس عمل حقيقي البطولات وبتتكلم على حجم القيادة أو حجم القاعدة الشعبية اللي بتبرهنها والترجمها القيم التسويقية لأن الحقيقة حتى شعبية النادي مش بنكلم في القليل إيه رأيكم في الملحن التونسي الملحن التونسي ساميري العقربي في قناة قرطاج التونسية الراجل ترجاوي بس لما سأله المزيع سامير الوافي عن فريقه شوفوا الملحن التونسي قالوا إيه المفاد أحنا الأهلي أنا أهلي المصري نعم المصري ما فهمتكش أنا أهلاوي يا فندم إيه خلابي السامير أنا أهلاوي يا بيه بيه شنووي أنت أهلاوي تحب الأهلي المصري هو مرضن واحد يحب الأهلي أخي مولود في الحلفوين بين سويقها الترجي مش كنت تحب الترجي كنت عملت مرحلة أنا عملت مرحلة نحب لي اسمه اسمه نسير وقعت ثبت أن هي فريقي إلي يجبني لقيت الأهلي المصري هو أحسن فريقي يا جمي هو لي شاباني يلعب ضد الترجي نحبه يربح الأهلي يعني الأهلي تحبه يربح أه طبعا خاءنا أنا لا ما كنتش نادية أنا النادي متاهد يوم هو الأهلي المصري ولما ولما بيخسر الأهلي المصري ببزع الكتير شو أنا حقول لكم حاجة بقى يا جماعة والله يصدقوني ثلاث أو جزء كبير بلاش مع عشان ما أقولش النسب جزء كبير جدا من شعبية النادي الأهلي واحترام الناس اللي برة وحبهم للنادي الأهلي مبني على وقار النادي الأهلي وما يقدمه زي ما كابتن شابانا لمس كده في الآخر في كل حاجة أصبح مركز قوي على فكرة الشياكة واللغة واللياقة وفعلا النادي الأهلي فعلا حتقه وحيمين شمال لكن هذا ما يقدمه النادي الأهلي هو جزء كبير من احترام الناس للأهلي مبني بالإضافة طبعا لما بيلاقوا البطولات دي كلها بعدين يجدوا هذا التواضع وهذا التمسك الراقي بالمعايير الرياضية السليمة واللغة المنضبطة في الحوار وفي الخلاف بيبقى الأهلي طبعا في حتة تانية والراجل بيقولك أنا بدأت تراجوي لكن تبعت النادي الأهلي قال له أنت من باب سويقة معقل التراجي يقول له أنا أهلاوي يا بيه أنا أهلاوي يا بيه لذيذ العقربي طيب دي ما كانت الأهلي وأهلا بكل الأشقاء هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل مرة تانية وأخيرة ما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي حتى اللعيبة اللي بتأمل في الانتقال إليه ولا توفق بتفضل محتفظاله بالقيمة والاحترام عشان كده هو الأهلي لأنه لما بيتفاوض بيتفاوض باحترام ولما بيفكوا الارتباط بيفكوا بكل الاحترام والمهانس عادلي نفسي مرة أفتح الدرج بتاعه ثلاث تربع لعيبة مصر هلاقي عودها في الدرج بالفعل اللعيبة بتمضي بس بيتقلها بمنتهى الأمان والاحترام لو الأهلي ما خلصش مع النادي بتاعكم أبدا مش هتضار وكأنه لم يكن فيهم اللي بييجي يقض ورقه وفيهم اللي خلاص الدر أمان الدر أمان عشان كده بقول لكم حتى اللي بتحصل معاهم مفاوضات وما بيجوش الأهلي بيفضلوا محترمين مجرد الاتصال بيهم والتفكير فيهم واحد من اللعيبة دول الكابتن عبدالله باكري اتكلم عن حلمه باللعب للأهلي وإن اللي حصل فيه نشوف التفاصيل محدش أعرفها أنا وأنا في اسموها كانت نحسين بدري كان مدير الفني النادي الأهلي فلما كان عايزين مدافع في شهر واحد قال له ما أنا عايز أعطب الله بكري فالنادي لا أهلي فوض النادي اسموها كان البشمهندس فارج عامل فهو بشمهندس فارج عامل طلب رقم فالرقم ده كان كبير كان 20 مليون النادي الأهلي لا أنا ممكن أدفع 15 فالمفاوضات ما مشيتش بشكل كويس شهر واحد فالموضوع اتقفل جينا في آخر السنة نادي أهلي كلمني تاني وكنت خلاص ماضيت مع الأستاذ يا صام سراج في النادي الأهلي مضيت على بيض وقلت لهم خلاصوني من نادي اسموها وأنا مش هتكلم في فلوس ومش عايز أي حاجة أنا بس عايز أكون مغروف نادي الأهلي جي نادي الباطن دخل في الصفقة بعد ما نادي الأهلي تفهم فالرقم زاد فأنا مش بإيدي أنا قدت عايز أروح نادي الأهلي بس طبعا انت في ملك النادي فنادي اسموها قال لك لا العرض الأقوى بالنسبالي أو العرض الأكبر بالنسبالي هو نادي الباطن فابعوني نادي إيه الباطن بعد ما رحت ماضيت في نادي الباطن قدت عارب نيت البيع جيت بعدها بإسبوعين نادي بيراميز اتعمل أنا ما قدتش عارف بقى نادي بيراميز فلقيت الأستاذ ناصر الهويدي رئيس نادي الباطن يكلمني قال لنا في مصر فقال لي أنا عايزي قابلك وطوله تماما ما فيش مشكلة يعني قال لي في حاجة قال لي أوه أنا تعالى أنا ممكن هفعل باندي الشراء دلوتي وأشتريك فأنا لست أصلا ما سافرتش ما روحتش فقال لي تماما ما فيش مشكلة قابلت وقعدنا مع بعض وقال لي بص أنا هفعل باندي الشراء وكده وطوله تمام ما فيش مشكلة قال لي بس أنا هبيعك لنادي البرامدز قال لي ايه نادي البرامدز قال لي نادي جديد المتسجر تورك الشيخ عمله قال لي أنا ما عرفش يعني ما عرفش النادي لسه محدش كان لسه عارف أي حاجة فقال لي ما فيش مشكلة بس روحت وطوله أنا هعمل بس إيه تلك انكلمت كابتن أنور شلوف هو حي نورزك يوصل على الكلام داني فقال لي طب انت في ايه ما عرفش قلت لنا أنا هايشتريني وعايزيني وقدوني نادي كذا وانا عز روح نادي الاهلي قال لي عبدالله بكري يقول لك كذا كذا وعز يكون موجود الاهلي قال لي طب هو دلوقت يا عرب نادي البيع والنادي يفعل البيع فسبنا تصرف فتكلم كابتن خطيب فقال له عبدالله بكري موجود بس هو دلوقت النادي بالباطن هيفعل باند الشراء وهو اللعيب عايز يكون موجود في نادي الاهلي فالأم هو دلوقت مش ملك سموحه أصلا هو ملك نادي الباطن فإحنا مش ينفع نتصرف فهو يعني يشوف الاصلح بالنسباله ويعمل لان انا دلوقت مش فإدينا نعرف نتصرف فأنا كان غصب عني ان انا نادي الاهلي صفقة ما تتمش دي كانت حاجة غصبة عني مش حاجة بإيدي طيب بصوا اللعب عنده الرغبة في انه يلعب للأهلي بيلحاح وهو في سموحه وحتى لما راح الباطن ولما راح بيرمد في كل مرحلة حلم الاهلي بيلحى عليه انت كنت المفاوض لا لا طبعا ده هو انا وانور شلوف خدنا وقت مع المهندس فرج عامر وعبدالله باكري واقترب كثيرا يعني يعني بس فجأة ظهر العرض بتاع الباطن ده وطبعا اصل المهندس فرج عامر بيّع مش بيّع هو اما اكلمك على اللعيب اللي عنده احسن اللعيب في مصر يا بيه احسن ناشي في مصر يا بيه احسن مش عارف لا لا هو انت قعد كده فانت لما مش واخد بالك لا هتتاكل هتتاكل فانا بقى وكنا وصلنا الرقم بين هو عائز 25 وصلنا 18 ألف مليون اه 18 مليون وبعدين كان بيبقى ساعات شلوف قعد جنبه يعني انا بكلم شلوف وبكلم فرج عامر وقوله الدهول في الاخر اه اه لحد ما راح بقى فعلا هو البطن خلاص خلص 2 مليون دولار بقى ما ينفعش يعني رقم مختلف بس هو كان نجم الشباك وقتها في المدافعين في مصر طيب بنسبة بقى نجم الشباك والحلم للأهلي اللي جاي ده يستحق لقب الحالم الأكبر بالأهلي لأنه فعلا ساعة كتير قوي انه يجي للأهلي رامي صبري مدافع انبي أنا صريح أنا صريح فعايتها أنا اتكلمت معك كتير قوي وعدني هو ده اللي دياني ان هو وعدني ان الموضاف أنا ما يخلص بتدليل أنا عادت مع كفتان علي عبدالصادق وخلصت كل حاجة كل حاجة خلصت خلاص فأنا بكلمه بعد المطش ما بيرودش عليها في تلفون اتكلمت رئيس النادي برضو ما بيرودش عليها لا بيش حد كان بيرود عليها خالص تاني يوم رحت النادي كان الموضوع كتير خلص فبفتح الباب فبفتحه وانا متدائي يعني فبفتح الباب كده ليه فروح تجاي بقوله انت ما بيرودش عليها ليه حصل مشادة ما بيني وما بينه فهبطت الباب وطلعت توقفت ايه اللي خلاك استنيت للساعات الاخيرة مش مسألة استنيت للساعات الاخيرة هو انا من اول ما الناس كلموني في النادي قال لي كابتن علاء عبدالصادق كابتن حسام البدري ساعتها وكلمني فاتفقت انا وكابتن عبدالناصر وكان كل يوم في خناقات ويتكلم مع كابتن علاء وكابتن علاء قال لي خلاص انا فيه تلات اربعة كان ساعتها صلاح محسن رايح الاهلي برضو يعني سابوا صلاح وانا لا مرديوش حسب بيه والله فوقتها كابتن بفعلا ادقيت اكيد جدا لاني كان حلمي بالنسبالي من زمان وانا صغير اننا لعب في الاهلي كان حلمي بالنسبالي وحلمي بالنسبال اي حد يعني بيحب الكورة فانا كان بالنسبالي اننا كان نفس لعب في الاهلي فكنت محبط جدا جدا بصراح انا فهمت كانك اهلاوي انا اهلاوي اهلاوي يعني انت عبدي من الاهلي ومن زمالك انت اهلي اكيد طيب ده كلام مهم جدا لانه رامي يتكلم على انه الادارة عبد الناصر محمد هل لك اتخلقت معاه هو عبد الناصر اه سأل الكابتن عبد الناصر يعني اعرفه كويس وهو يعني كان حارس مرمى وزمال كوي جدا لكن هو برضو يحب يبان يعني شاطر وله مصدقية او له يعني رأيه مهم جدا في امبي عبر طريق اه هو كبر في المكان برضو وبدأ ادارة مير مع لعب صادر يعني كلمته يعني كنت تقعد مثلا مع المسؤول الكبير تكاد تقترب فيستنى ويسأل يرجع تاني بوجة نظر مختلف اللي حصل فعلا ان احنا كنا مركزين لكن كان في حرص ان احنا رامي يكون موجود اهلي محتاج في المركز ده وهو يعني عنده طول وعنده المهار وعنده حاجة المهمة عشقه الهائل للنادي الاهلي وحرصه وتمسقه هما كان وجهة نظر عبدالنصري يقول لك ما احنا بدين لكه علي لطفي ودلوقتي خدته صراحة محسن وإحنا محتاجين ومعدناش غيره الكلام ده فما كانش جاد ان هو ينهي الديل او الصفق يعني مش حد تراجع على انه عايز لا بالعكس لاخر وقت انت عايز وهو عايز لحد فعلا ما ضاع الوقت والخلفية اللي بيحكي لك عليها دي ما بتردوش عليها ليه عشان يخلص الويندو ما تعرفش تأيض قال لك انا مش مسامح اللي حرامني وخلي بالك انه الحقيقة انه صعبان عليها لإيه هو كنت تقريبا عنده 30 سنة وتبتفاوض مش يعني ما جاش في اللحظة دي مش هيج في ظل الاحتياج الالي في اللحظة دي خلاص خلص وهو شخصية وهو عارف هو بيلعب لحد النهاردة لكن انت في النادي الاهلي لا متطلبات المكان مختلف يهاجموه ذكرهم بالاسم لمجرد انه بيشيد بالآله أو يحب بالآله نفس الحالة حاجة غريبة ما بيهاجم صحيح احيانا عم نادي الاهلي عملتلك مشاكل على السوشال ميديا كتير مع جمهور الزمالك مش مع جمهور الزمالك مع مين مع 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 كباتن في نادي الزمالك زي مين كابتن خالد الغندور وكابتن احمد حسان ميدو عمله لا هم الفكرة كابتن خالد الغندور تلع برضو في موتش كنا هنلعب الاهلي فأنا كنت قعد في البيت فكنت واخد طائم الاهلي من حمدي فتحي ايو انا فكر الواقع فتلع تكلم قال رومي تصورت بالتشيرت بالتشيرت بس أنا عاد في بيتي انت ما حدش لي دعوة نعود بايه ما عودش بايه قلبس دون ملبس بتاعتي بس هادي الفكرة فدخل برضو هيجي الناس الناس سخنت كابتن احمد حسان ميدو تلع برضو انا السنة اللي فاتت جاي بجولف الزمالك وكان في واحد صاحبي بابا متوفي قبلها بيومين وجنى المدرجات فأنا كنت حاطت شرى سودا في ايدي فجبت الجول وبصيت له وبصت الشرى السودا عشانه كابتن احمد حسان ميدو تلعب في البرنامج بتاعه بالليل الرامي كل ما بيجيب جولف الزمالك يعمل النصر ومشأ وجايبلي طقم انا لابس طقم بترولي واحنا بنلعب بطقم كحلي فأنا معرفش فريل اعداد بتاعه هو بقى الغرقه ولا ساعتها الناس دخلت شتمتني كتير او فهو دخل بقى سخن الناس اكتر ياريت ميدو فريل اعداد يبقى مركزين يجيبولي صورة بتقم كحلي مش تقم بترولي وانا عمل للنصر يا انا مش هاد رفهم يعني ايه لعيب بيتاجب لانتماءه وحبه مش لكرهه ده في نمازك بتقول بنكره الاهلي في نمازك بتقول فرحت ان واليدك كسر وفي نجوح فرحت ان الاهلي خسر ده بيقولك بحب الاهلي لابس شورت لابس تيشيرت في بيته اللا يعني ايه المشكلة في كده حتى يقولك كان بيزعلن انا بيعمل النصر ما يعمل النصر جابه عايز يحتفل يعني مش مش رايح في دماغه حاجة بيحتفل بجون اللي جابه وانت لانما ييجي كله بيحتفل زي مؤمن دلوقت وفي اللي بيحتفل زي الكابتن شكبالا حريس قوي ان الاحتفال ده تسجل ما هواش موسيق لحد مش موسيق لحد ما الناس بيحب الاهلي ما يحتفل فلوسيدي هوبقى ايه على طريق الشكبالا ايه 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 مش كده ويقولك سخانوا الناس علي لا سخانوا دي دي يعني الحقيقة ايه هو زكر اصل اسمه كمان مسخنات يعني مش الكابتن بيدر ما بيعمله مش بيسخر هو بيبقى لكن طبعا لا فيه ناس بتسخ طيب واحنا بنتكلم بقى على اللعيبة كابتن حسن مصطفى تجربة هيلة في النادي الاهلي وانتقل للزمالك ومدرب في جهاز الكابتن حسام حسن لكن اتكلم في صدر البلد عن تجربته في الاهلي ودرس من منو الجزية نشوف حسن مصطفى قبل كده هو لعيب كرة حس بنفسه جات مرحلة حس بنفسه وتعاقب عليها امتى وانا في الاهلي يعني حقيقية دي في سنة من السنين كده تخانقتها مع ميستر مانو الجزية حسيت ان هو يعني نارف انت ايه عايزي اععدني فانا كنت حسس بنفسي صراحة فجيت تخانقت معاه فانزلت ناشئين كان بعد ما وقفني اربع مطشاط وقفك اربع مطشاط بسبب رد فعلك لما نزلك لما اعادتني اه كان ايه رد فعلك سعد يعني لطولة انا مش جاي اعود احتياطي هنا انا جاي العب اساس في النادي الاهلي كده يعني فهو كان بيعادك ليه من الاول لا ما كانش بيعادني هو كانت رجلية متعورة فهو هيعادني فانا انت ماعرفش اعرف برضو الغرور ما هو ده غرور انا بحيي انا كان عندي حسس بنفسي اوي انا جيت فترة كنت انا عرف انت ايه حسس بنفسي اوي اوي زيادة عن اللزوم وده غلق والنزول اربع متشاف لتحت ده فوقك فوقني اه عدت فترة طويلة كويس وماشي كويس لغاية برضو ما غلطت غلطة تانية وانا كنت بيعالعب انا ماشي كويس اوي فقعدني ماتش في الاتحاد كنت حصل ما بيني وما بيني مشادة كده فعايز ارخم علي فجيت انا معموز وقعد كده مش طيق فقعد كده عمال يقول لي انت ايه مدى عشان ما لعبتش ومش عافق ايه فانو بص يعني حاجة قلت له انت علشان ماتش أفريك انت جايت صلاحنا علشان اللعبة عندك كلها بقت وحشة في نص سماعة قال لي تبريح اربع متشاف كمان تحتك ما عيش حياتك من مجرد الكلمة اه بالظفر اكتر لعيب يعني استغرط وزعلت عشانه لاني تفكيره وخانه الى درجة ما شفتهاش يعني ملوش زي لما اختار حسن كابتن حسن فهو بيتكلم في لجنة الكورة فإحنا يعني انا عارف كابتن حسن وعارف انه لعيب كويس قوي وكان مشي من الآلة ظنه راح السويس ولف لف وقتها كان بيلعب في التحس كندري وكان متقلق مع التحس كندري فمانوش لقواب اتكلم قال انا فيه لعيب مهم جدا 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 عايزه واستغربته نشاور عليه امتى تابعه امتى عارفه فكابتن حسن حمدي بيتكلم يعني عايزه يعمل اي بتاعه فقال جملة جميلة جدا او غريبة جدا او مسمعتاش من منون جيسي التحديد او اي مدرب تاني بس منون التحديد ما قالش على لعيب تاني كده كده اقول لك انا زعلان زعلت منه قوي كابتن حسن مصطفح قال وانا محتاجه هنا ومحتاجه هنا. قلت له جبت لك الفلاج بقى. قلت له جبت لك الفلاج بقى. ده موهت على صاحبك حسين حلمي. انت رايح فين؟ قلت له رايح بورس عيب. وانا طالع اسكندريا. قلت له بس يا حسين بقى مش كل ما توقع عندي. وانت عايز وكان يحب يعرف انا بعمل ايه. راح خارج من عندي قاعد في الجنينة. بيشعر بيقول عدلي قال له. راح بورس عيب. ويعمل لهم كده. راح بورس عيب. وابتدوا تكهلوا انا حاجين مين من بورس عيب. البقى بانا رحت اسكندريا. قلت له عصاب البادري. وقلت له احنا رايحين البيت بتاع عفاد السادات. في كينجا ماريوك. وروحت متكلم الكابتن حسن. قلت له تجيلي انا مش هاخش اسكندريا. ما انا تجربت المنصورة معايا. كل ما راح اجيب ياسر اقليم. وجايبين المشجعين. تحت النادي تبوض العبالي. قلت له هتجيلي تستداني في احد التكاوي. ما تعمل مشهورة اقليم. وانت بتلف كده الداخل على كينجا ماريوك. بيبقى على الصحراوي. قلت له تيجي. وقلت له تتعاشى. ولازم تطلب وتاكل. وتستناني. عشان اللي تشوفه بتعمليها كابتن باكل. وروحنا. وفعلا كده 11 ونص بالليل. رجعنا له. معايا العقود بقى. وكنت جبت الاستغناء. انا وكابتن حسن. ومضنا. وخدنا معانا في المطعم. اه اه في المطعم خلاص. وهو كبا كانش الحقيقة متعب. خالص. حابب يرجع على النادي الاهلي بيته. ما هو من ناشئين النادي الاهلي. اي. ما انه الجسي عمل حركة تانية. بس يا جوز دي. دي سبب. انه الشحاس بنعمل غرور. انه لعب لا يستغنى عنه. ما انه الجسي شاله على كتافه. اه. مرح. حيا بالجماهير. كان فرحان به جدا. فرحان به جدا. فلما جالي مرز اعلان. في القوضة. في ايه يا كابتن. عرفت انه ضبش في مان وجسيم. قلت له يا راجل. يا راجل. يشايلك على كتافه. قلت له يا راجل. على فكر اليوم ما يصطدب بك مان وجسيم. من غير ما تحكي لي تفاصيل تبقى انت الغلطات. لان الدرجة اللي وجدت نظرة فيك واحد اثنين ثلاثة. هوا دلوقتي بقال ايه. قال جملة مهمة جدا. انا معاش اتصرفت كده ليه غرور. نشوفيه الدماغ. غلطت مرتين لما كسر الدماغ. من خيري ونزلني الناشئين. طب هو وعد معانا شوية تحت بقى. وهو مش من نادي الاهلي. بسبب التصرفات دي. انما هو كان اللعيب مؤثر وكويس. وكان مانوش يسيبه اقولك. بينظروا هنا احد العلو المهمة. طيب دي كانت جولة مهمة جدا. في ليلة القوائم. لان القائمة النهاردة. فعلى ذكر اللعيبة واحلام ومنتقلاتهم. وازاي الاحلام مؤجلة كانت الى هذا الحد. لكن الوهج الكبير لقيمة النادي الاهلي. عند كل اللعيبة اللي بتتمنى. تلعب في النادي الاهلي. ده جه بسبب قيمة النادي الاهلي. وهذه القيمة. ما كانش ممكن تتحقق. لو لانه عبر تاريخ طويل. هناك من اضاء. الشموع الحمراء. احمد فؤاد انوار باشا. وبنحاول كل حلقة. قدر المستطاع. نشوف شمعة من الشموع الحمراء. اللي اضاءت. الطريق لمستقبل الاهلي. منذ بدايته. نشوف هذا التقرير. عن احمد فؤاد انوار باشا. واحد من رموز الاهلي الكبار. اول كابتن في تاريخ الاهلي. أحد أهم الرموز في تاريخ النادي الأهلي والرياضة المصرية إنه أحمد فؤاد أنور باشا من موليد عام 1885 هو ابن محمد أنور بي محافظ دمياط تخرج في مدرسة الحقوق واشتغل بالسلك القضائي يعتبر أحمد فؤاد أنور من أعظم الشخصيات في تاريخ النادي الأهلي ولما لا؟ ففي عام 1911 استجابت إدارة النادي الأهلي لاقتراح من أميم باشا سامي وبمساعدة أحمد فؤاد أنور سكرتير النادي وقتها وتقرر تأسيس أول فريق لكرة القدم بالنادي وقام عزيز عزة باشا رئيس النادي بشراء قمصان جديدة من لندن لفريق الكرة الجديد وكانت مخططة طولية بالأحمر والأبيض ويعد أحمد أنور حارس المرمى وكابتن أول فريق كرة قدم بالنادي الأهلي عام 1911 قبل الاعتزال في عام 1914 وكان أثناء توليه رئاسة فريق الكرة يشغل منصب سكرتير عام النادي في الفترة من 1911 وحتى عام 1920 كما شغل منصب سكرتير الكرة خلال الفترة من 1911 وحتى عام 1918 ثم عضواً باللجنة التنفيذية بالنادي عام 1921 ثم اختير عضواً باللجنة العليا مجلس الإدارة بالنادي من عام 1925 وحتى عام 1932 ثم وكيلاً لمدة ثلاث عشرة سنة على فترات متقطعة كما تولى منصب القائم بأعمال رئيس النادي الأهلي في عام 1940 وعلى مستوى الرياضة المصرية فقد لعب أحمد فؤاد أنور باشا دوراً كبيراً في تمصير الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية وتولى منصب سكرتير عام اتحاد الكرة من عام 1925 وحتى عام 1944 كما شغل منصب سكرتير عام اللجنة الأولمبية من عام 1934 وحتى عام 1946 ووكيلاً لها من عام 1946 كما ترأى سبعثات مصر في ثلاث دورات أولمبية وهي أمستردام عام 1928 وبرلين عام 1936 ولندن عام 1948 كما تولى رئاسة بعثة منتخب مصر في كأس العالم بإيطاليا عام 1934 كان له شرف لقاء الملك فؤاد الأول مع بعثة مصر قبل السفر إلى أمستردام عام 1928 بصراي عبدين ليكون أول لقاء بين ملك مصري وبعثة كرة قدم كما شارك في مؤتمر دول البحر المتوسط الذي دعا لإقامة دورة ألعاب البحر المتوسط وفي الثالث والعشرين من يناير عام 1950 أسدل السطار على مشوار رجل لعب دورا هاما في تاريخ النادي الأهلي بصفة خاصة والكرة المصرية بصفة عامة يا جماعة الفقرة دي والله تستعق التوصيق يعني ريت اللي بيتفرج عليها يسجلها لأن ده بيشوف تاريخ مصر من خلال حاجات كده يعني الراجل ده شارك كحارس مرمى وكابتن فريق وأنشأ أول فريق أو ساهم في إنشاء أول فريق في النادي الأهلي في 14 ثم 11 ثم ساهم بقدر كبير في تمصير كرة القدم المصرية خلال محاولة إنشاء الاتحاد مصري يعني بعد كده خالي من الأجانب واشتغل أعودوا مجلس إدارة اشتغل نائب رئيس أو وكيل مجلس إدارة مدة طويلة على فترات من التقطاع ثم قائما بعمل رئيس النادي واكتفى بكده لا اشتغل سكرتير لجنة أولمبية اشتغل بعد كده شارك في ثلاث دورات أولمبية 28 36 و 44 يعني يا جماعة مش ممكن تاريخ الناس دي واشتغل في الاتحاد المصري كرة القدم سكرتير واشتغل سكرتير في اللجنة الأولمبية المصرية ايه الثراء ده ايه الشخصيات دي تاريخك يا أهلي مرصع دي مش مشموع دي مسات حمراء نادرة يا أستاذ أبراهيم اللي يعرف تاريخ النادي الأهلي يعني يتشبس بيه جدا وتاني وتالت رابع حبوه كما وجدتموه دي كانت إطلالة تاريخية على واحد من رموز الأهل الكبار اللي أنا زي ما بقول لكم دايما الليقول أن الأهل انتلك هذا القرس التاريخي والحضار الرياضي الكبير ما كانش وصل للي وصله ودايما الأهل بيتصرب في الحاضر وبيخطط للمستقبل من منطلق الماضي بتاعه ومش من فراغ من شيوخه كاكتساب ده مجدينة لا هؤلاء الأباء العظماء المؤسسون للنادي الأهلي هم اللي وضعوا كل هذه القيم وكل واحد ييجي يتأسب اللي قابليه بالضبط ويمشي على نهجه ويوصله للي بعديه ويمشي على نهجه يا رب نكون نقدر نوصل للي بعدينا حاجة من هذا الإرث العظيم الأهل قيمة والحفاظ عليها مسئولية وأي مسئولية فاتنا في البداية أن نتقدم بكل التعازي والمواساة لكابتن شطة واحد من نجوم النادي الأهلي توفيت إلى رحمة الله شقيقته بنقول لكابتن شطة البقاء والدام لله أنا ما عرفش إلا منك دلوقتي وربنا يعني يتولاها بواسع رحمته ويلهم الكابتن شطة وأسراته الصبر والسلوان كابتن شطة واحد من نجوم الكرة اللي جيه من النادي اللي جي من السودان الشقيق وأصبح أهلويا غيورا على الأهلي بشدة نتمنى له خالص الصبر والمواساة وحنستأذنكم لمدة أسبوع نطلع لأجازة قصيرة عشر تيام عشان هما ثلاث علاقات ترتاحوا مننا عشر تيام ونرقاكم دوما على خير دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي دوما إن شاء الله أسبوع على خير